دكتور عصام أنا طالب في كلية سيدالة ومش فاهم أي حاجة خالص في الكوزماتيكس وعندي مشكلة كبيرة جدا في البرانش ده في السيدالية وكمان أنا لما اتخرجت كان عندي نفس المشكلة حتى لما انزلت السيدالية المنتجات كتير جدا يا دكتور أنا مش فاهم أعمل إيه تمام مدخلنا لفهم الميديكال كوزماتيكس هو فهمنا للديفنيشن بتاعها أو تعرفها الميديكال كوزماتيكس ببساطة هي منتجات بتتعامل مع مشاكل في البشرة والشعر لما هنبتدي نفهم المشاكل هنبتدي نفهم المنتجات اللي بتستهدف المشاكل دي إن شاء الله رب العالمين النهاردة في لقاءنا مع بعض هنعرف كل حاجة بالتفصيل عن الموضوع ده وأنا معاكم دكتور سيدالة عصام شومان كوزماتيكال ترينر في فرما أكاديمي أهلا بيك دكتور عصام وأهلا بيكم إيدا كاترة وأنا دكتور نادة شعبان سيدالانية وفاوندر لأر اكس كليكو قناة على اليوتيوب خاصة بمحتوى للسيدالة وهيكون معنا النهاردة لقاء ممتع جدا جدا إن شاء الله تستفيدوا منه كثير يلا بينا نبتدي اللقاء بتاعنا ونعرف كل التفاصيل اللي ممكن تكونوا عايزين تعرفوها عن الكوزماتيز أهلا بيكم إيدا كاترة وعادنا مع مجال جديد من سلسلة مجالات العمل السيدالي المقدمة فقط وحصريا على أر اكس كليكو قناة اليوتيوب الخاصة بالمحتوى التسقيفي للسيدالة والمحتوى التسقيفي لأي حد عن مجال الأمراض والأدوية والنهاردة إن شاء الله إحنا معنا مجال مميز جدا جدا طبعا زي ما انت شفته من العنوان وحنبتدي مع بعض ولكن خلوني بس في الأول كده إحنا النهاردة يعني من كام ساعة كده عرفنا خبر يعني هو خبر حزين جدا بالنسبة لنا كلنا يعني إحنا فقدنا الزميل العزيز الصيدالي دكتور عبد المجيد هندي أتمنى إن إحنا كلنا ندعيله بالرحمة ويعني أنا حبيت إن هو يكون حاجة موجودة معنا على الفيديو ده بحيث إن هو ودكتور عصام أنا ودكتور عصام قلنا إن هو يبقى موجود معنا يعني أي حد هيسمع الفيديو ده بإذن الله يترحم على دكتور عبد المجيد وتكون زي صدق أجاريا كده بالرحمة لي إن شاء الله النهاردة إن شاء الله إحنا طبعا الناس اللي كان بتسأل على القناة هي اسمها RX Clinic ودكتور نادا شعبان أنت هتدخل بس هتشترك وتفعل الجرس لو أنت عايز يوصلك أي حاجة جديدة إحنا بننزلها بتقدم محتويات مختلفة أدخلوا بقى وشوفوا المحتويات اللي أنتو ممكن تحتاجوها من القناة إحنا النهاردة معدنا مع مجال التجميل الطبي إيه مجال التجميل الطبي ده؟ ده هو نهود كوزموتيكس طبعا وهو مجال مهم جدا 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 وإحنا تقريبا كلنا يعني عندنا ممكن معظمنا كطلبة أو كخرجين حتى عندنا مشكلة في الموضوع بتاع المجال التجميل الطبي وأنا نفسي هستفيد معاكم النهاردة طبعا من خبرت ضفنة الكريم دكتور عصام شومان طبعا أنا برحب ترحيب جامد جدا بدكتور عصام وحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بكبول حضرتك للدعوة بمجرد ما اقترحت أن حضرتك تكون معنا يعني أبديت استعدادك على طول وكنت يعني خير داعم بصراحة حتى في فترة الإعلان عن الالسيشن وكده فأنا متشكرة جدا جدا لوجود حضرتك معايا النهاردة وشرفتني في أر إكس كليني أولا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا دكتورة نادا والحقيقة أنا بتشرف جدا 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 فعلا بوجودي مع حضرتك النهاردة أنا متابع لحضرتك من فترة طويلة وحضرتك إن شاء الله عليك يعني من الناس فعلا اللي بتحاول يعني يتنور الطريق للتصيدلة خاصة للتصيدلة الخارجين الجدد والتصيدلة يمكن حتى في الكلية إن هم يبقوا عارفين إيه اللي هيقابلهم إن شاء الله رب العالمين لما يتخرجوا لما يدخلوا سوق العمل إيه الفرص المتاحة قدامهم إيه المجالات المتاحة قدامهم فيعني بجد ربنا يبارك في حضرتك وأجازك الله كل خير على المجهود العظيم فعلا اللي حضرتك بتبزولي يعني ربنا يجعله في مزان حسناتك يا رب وطبعا بقاءه الدوم لف زميننا العزيز دكتور عبد المجيد ربنا يرحمه برضو زي حضرتك كده برضو كان واحد من الزملاء وكان واحد من السيدلة برضو اللي فعلا بيحاولوا برضو ينوروا الطريق لباقة زملاءهم يعني ربنا يرحمه يسكنه فسيح جناته ويعني ننتهز الفرصة أن كل زملائنا يعني يدعولوا بالرحمة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله يا رب الله مأمين ربنا يرحمه يرحمه يربي احنا فعلا كان فيما بيننا تعاون عمل يعني وكان وقف فترة وكنا المقروض أن هو والله يتكلمني بفترة قريبة جدا احنا كنا هنرجع تاني للتعاون ده وبس يعني قضاء الله يعني ربنا يرحمه ويغفر له يا رب وهو من الناس اللي مساعديني جدا في الفيديو بتاع حساب ساعدة الصيدالي أنا تقريبا المعلومات اللي أنا جايبها أصلا جايبها من دكتور عبدو يعني فربنا يرحمه يا رب ويكرمه يعني ويجعل عمله في ميزان حسناته يا رب الله هم أمين أمين يا رب احنا هنبتدي بقى يا دكتور عصوم وطبعا ايه السيشن بقى طبعا أنا يعني أنا ضيفة وحضرتك وحضرتك الأساس في السيشن دي احنا عايزين نبتدي كده واحدة واحدة أنا واحد صيدالي لسه طالب مش فاهم أي حاجة تمام فحضرتك أهاتنا كده من البداية يعني ايه ميديكال كوزموتكس طيب كلام عظيم وسؤال عظيم جدا هو تعريف الميديكال كوزموتكس أو يعني أنا بحب أصغها باسم تاني أنا بحب أسميها كوزموسيوتيكالز الاسمين صح ولكن اسم الكوزموسيوتيكالز ده بيشرح لنا أصلا الديفينيشن وبيشرح لنا المعنى الكوزموسيوتيكالز جاية أو الكلمة دي جاية من مقطعين جاية من كلمتين كوزموتكس وفارماسيوتيكالز فالكلمتين كده اندمجوا مع بعض عملوا لنا الكوزموسيوتيكالز فالكوزموسيوتيكالز واخدة من العالمين عالم الكوزموتكس عالم التجميل والجمال وعالم الصيدلانيات والفارماسيوتيكالز وعلم الصيدلة الكوزموسيوتيكالز أو الميديكال كوزموتكس هي عبارة عن منتجات كوزموتكس يعني منتجات تجميلية منتج تجميلي عادي خالص ولكن المنتج التجميلي ده بيبقى جوة مواد فعالة حيوية يعني ايه حيوية يعني ايه ليها تأثيرات حيوية سواء على الجلد او على الشعر يعني مثلا ليها تأثير مثلا على انزيم زي انزيم الطيريزونيز على سبيل المثال اللي هو الانزيم المسؤول عن تكوين صبغة الميلانين فانا عندي مواد فعالة ليها تفاعلات حيوية وليها تأثير حيوي داخل الجلد وداخل حتى كمان الشعر بالاضافة لكده ان المنتجات دي المنتجات التجميلية اللي فيها مواد فعالة حيوية ليها medical benefits يعني ليها منافع طبية ليها فوائد طبية بتخدم مشكلة ما هياش مجرد حاجة جمالية وبس يعني لو انا قلت كوزموتيك وسكت لو انا قلت تجميل وسكت فانا ممكن بتكلم عن مثلا روج بتكلم عن مسكرة بتكلم عن حاجة تجميلية وبس مجرد ان انا بدي شكل خارجي وبس لا medical cosmetic لا له فايدة له منفعة طبية بيعالج مشكلة لما مثلا اتكلم على منتج لعلاج مشكلة تساقط الشعب لما اتكلم على منتج لعلاج مشكلة التصبغات او الملازمة او الكلف والكلام ده كله لما اتكلم عن منتج بيع تاني بمشكلة زي مشكلة الاتوبك درماطايتس او الاكزما فاذا المنتجات مهياش مجرد حاجة للتجميل وفقط ولكن بيبقى ليها منافع وفوائد طبية تمام جدا تمام جدا يعني احنا لو قلنا كوزموتيك زي ما حاج قلت هي ممكن يبقى روج مسكرة حاجات ملهاش قيمة علاجية انما احنا هنا بنتكلم عن دورنا احنا كسيضل فكرة ان احنا بقى القيمة العالجية دي احنا لازم نكون فاهمين يا بتعمل ايه طيب السؤال التاني السؤال الاول احنا عندنا فيه جزء تاني كده او احنا قلنا بقى ايه الفرنة بينها وبين الكوزموتيكس العادية احنا تقريبا يعني اغطينا المنطقة دي اللي هي يعني هل فيه اضافة تانية عند حضرتك في النقطة دي اه لان هو فيه يعني فيه بقى حاجات اللي احنا بنسميها الكوزموتيكس التجارية يعني مسلا بتبقى حاجات اللي هي موجودة في كل حتة يعني مسلا دايما بضرب المثال ده في المحاضرات بتاعتنا وبقول مسلا شامبو هيدان شولدرز وشامبو دوكريك الوالدي اس اللي اتنين شامبوهات الاتنين بيخسلوا فروط الرأس وبيخسلوا الشعر والاتنين بيستهدفوا نفس المشكلة اللي هي القشر لكن ده منتج الهيدان شولدرز بنسميه منتج تجاري منتج ماس ماركت يعني ايه ماس ماركت يعني الاقيه في البقالة الاقيه في السوبر ماركت الاقيه في محلات المنظفات وحاجات التجميل الاقيه في كل حتة يتبع في كل حتة لكن المنتج التاني برضو اللي هو شامبو برضو وبرضو بيستهدف نفس المشكلة اللي هي مشكلة القشر اللي هو الدوكريك الوالدي اس على سبيل المثال الدكريك الولدي اس ده انا مستحيل الاقيه في اي حتة غير الصيدلية مايتبعش غير جوه الصيدلية طب اشمعنا اشمعنا ده بيتبع في كل مكان وده بيتبع في الصيدلية بس اه ففي هنا فرق مبين الماديكال كوزموتك او التجميل الطبي بقى وما بين الماس ماركت او الكوميرشي الكوزموتك اللي هو الكوزموتك التجاري والتجميل التجاري الفرق هنا مثلا في حالة الشامبوهين دول ان شامبوهيدن شولدرز سيف 100% المواد اللي موجودة فيه لطيفة جدا وضعيفة وضعيفة يعني هو بيعتمد على مادة اسمها الزينك بايريثيون مادة الزينك بايريثيون دي مش قاتلة لفطر الملسيزيا ولكن هي بتحد من البروليفريشن أو بتحد من التكاثر بتاع فطر الملسيزيا فمادة سيف جدا جدا أي حد يقدر يستخدمها مفيش أي مشكلة خالص حتى لو سيدة حامل حتى لو 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 أنا ما عنديش أي مشاكل ولذلك بتكون موجودة في كل مكان في أي حد بينما الدوكريك الوالدي اس لا ده فيه مواد فعالة حقيقة وبتركيزات كمان عالية فيه السيكولو بيروكس أولامين وفيه البيروكتول أولامين اللي هي مواد أنتي مايكروبيالز أنتي مايكروبيالز وويد سبيكتران وأنتي مايكروبيالز كمان فهنا لازم برضو أفرق ما بين المنتج التجميلي الطبي اللي فيه مواد فعالة حقيقة بتركيزات عالية الفايدة الطبية بتاعته بتبقى عالية جدا وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيه شوية بريكوشنز شوية سايد ايفكس فلازم برضو يتصرف جوه الصيدلين صحيح انا ما بحتاجش البرسكريبشن في كل الحاجات دي يعني الحاجات بتاعت الميديكال كوزموتيكس مش محتاجة للبرسكريبشن هي مش دوة هي مش دوة هي مش ميديسن مش محتاجة ان الطبيب يكتب لي وصفة طبية ولكن فيها مواد فعالة ممكن يبقى فيه بريكوشنز ممكن يبقى فيه ممكن يبقى فيه بعض السايد ايفكس اللي محتاجة لوجود الصيدلي تمام جدا يبقى نحنا كده نفهم ان احنا لازم نكون فاهمين احنا هنعمل ايه مش 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 هطلع كده من على البتاع بايو ديرما ولا افن ولا من غير ما نكون فاهمة اصلا او دكري انا بطلع الحاجة دي ليه وهعمل بيها ايه وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي بقى نعرفه ازاي تمام السؤال التاني ايه اهمية ان الصيدلي يكون شاطر في الميديكال كوزموتكس من وجهة نظر حضرتك طبعا بما ان حضرتك يعني يعني معلم سيطلة كتير جدا طبعا وخبرة حضرتك من نجال كبيرة ده سؤال برضو سؤال رائع جدا الحقيقة لان احنا يعني وقت ما انا تخرجت انا خديج قديم شوية انا متخرج تقريبا الفين واثنين فالجيل بتاعي والاجيال والاجيال اللي قابلي كمان كان موضوع الكوزموتكس ده بالنسبالنا رفاهية يعني ما كانش حاجة مهمة خلص او اهميته في الصيدلية اهمية محدودة جدا لان الموضوع مرتبط دايما بالمني الموضوع بصراحة كده مرتبط بالفلوس بيحقق لي دخل قد ايه بيحقق لي ربح قد ايه فعلى حسب اهمية العنصر ده في التجارة بتاعتي على حسب ما انا هتمي بي ده شيء طبيعي في الاول وفي الاخ فوقت ما احنا كنا متخرجين والاجيال اللي قابلي ما كانش فيه تمام بالكوزموتكس لان كان غالب بيع الصيدلية وغالب ربح الصيدلية جاي من الدو الدواء بيشكل تقريبا نسبة تفوق 95% من دخل الصيدلية يمكن حاجات التجميل وحاجات المستلزمات والكلام ده 5% ده يوم ما تتنعزم تبقى 10% ده كان في وقتنا النهاردة الدنيا اختلفت تماما النهاردة بقى فيه صيدليات تعمل العكس يبقى 80% من دخلها ومن ربحها خاصة كمان بر مصر خاصة في الخليج يا جماعة انتم مش متخيلين انا اشتغلت في الصعودية 15 سنة واشتغلت في اماكن ضعيفة واشتغلت في اماكن راقية جدا فشفت العالمين يعني فانتم مش متخيلين في الصعودية ارباح انا ما بتكلمش بقى على حجم المبيعات سيبكم من حجم المبيعات انا بتكلم على نسبة الربح ارباح الميديكال كوزموتكس في الصعودية غير مصر خالص احنا هنا بنهرج ارباح الميديكال كوزموتكس في الصعودية خرافية انا اشتغلت فترة كده مدير مشتريات فترة بسيطة بس يعني اطلعت على الارباح والكلام ده كله ففي شركات فعلا يعني المجموعة الصيدليات ممكن تحقق من وراها سبعين وتمانين في المية نسبة ربح وده بدون مبالغة بدون مبالغة فعشان كده هناك في الصعودية في عندنا حاجة اسمها قيمة المحفزات التحفيز اكيد زمان الصيدلة اللي موجودين في الصعودية اللي بيشوفونا هيبقوا عارفيني كلام ده كويس جدا التركيز والفوكس والشد والسترس من السوبرفايزور بتاعك وانت واقف هناك انك تبيع كوزموتيكس وتبيع كوزموتيكس كتير ده اهم حاجة فالنهارده شكل الصيدلية تغير النهارده احنا بقينا بندخل الصيدلية الارفف على اليمين الارفف على الشمال كلها عبارة عن سكين وهير كير كلها عبارة عن ميديكال كوزموتيكس والنهارده الدواء بقى يعيني مستخبي في الإضراء كمية بسيطة كده مستخبية فروكن كده مش باقي منه اصل وده سببه من وجهة نظري السبب الرئيسي في الموضوع ده هو فكرة السوشيال ميديا السوشيال ميديا اثرت على حاجات كتيرة جدا من ضمنها شغل الصيدليات لان النهارده احنا زمان زمان عمرنا ما كنا نسمع عن حاجة اسمها شامبو خالي من الصالفيت ولا خالي من البرابن وخالي من السيليكون اي شامبو خلاص اه الناس ما كانش عندها الثقافة دي نهائيا يعني النهارده لأ النهارده بقيت الزبونة بتدخل علي الصيدلية عندها معلومات ممكن تبقى اكتر من بعض الصيدلاء من الصيدلاء ممكن تبقى اكتر من الصيدلاء فالناهارده بقى فيه ون bakingامة ونبيها وعي كبير جدا وفيه ناس كتير جدا جدا سواء بشكل إيجابي بقى أو سلبي إنما بقى فيه ناس كتيرا جدا جدا بتتكلم على السوشيال ميديا じゃあ الناس بقى تعرفها الناس بيتعارف يعني هي الليرونيك أسد بيتعارف يعني لايس ينمايت بيتعارف يعني فيتامين سي بيتعارف كل الكلام ده فلا النهاردة بالنسبة لיך ص�ياد للصيدالي الشاطر في الماديكال كوزموتيكس والمتمكن منه هو الصيدالي على روزه و ريشة عند المجموعة اللي شغل فيها وعند صيدالات اللي شغل فيها بالزات كمان في الخليج وحتى هنا في مصر والله كمان في السلاسل الكبيرة وكده باقي النهاردة صيدالي مهم جدا ولانه اكتر صيدالي بيحقق مباعات واكتر صيدالي بيحقق ربح من المكان اللي هو واقف فيه فبقت الحاجة مهمة جدا جدا جدا. تمام جدا. احنا اصلا احنا الموضوع بالنسبة لنا كله يعني احنا مش هننكر ان احنا عندنا طبعا اطبعا احنا منقولها على الادوية واهميتها وكلام ده كله بس احنا مش هننكر ان السيدالية مشروع تجاري ومشروع اه في مكسب ولازم انت كصيدالي تفاهم ان صاحب السيدالية او صاحب السلسلة ده هو لازم يستفيد منك اقصى استفادة فلازم انت تكون علميا كويس جدا في حاجة زي دي لان دي حاجة بتدخل ارباح اعلى من الادوية كتير فلازم تبقى انت تفاهم ده كويس جدا زي ما احنا بنقول دلوقتي. السؤال التالت بقى يا دكتور عصام ازاي السيدالي يبدأ يزاكر كوزموتيكس ويفهم المنتجات مقباش حافظ بقى لان دي مشكلة. يعني مثلا ممكن انا يكون واقف سيدالية ويكون واقف معي مثلا دكتور سيدالي كبير. وممكن يكون الدكتور السيدالي كبير ده اصلا هو معلومات ومحدودة جدا ومش فاهم. بس هو عارف ان مثلا الدكتور فلان الفلان بتاع الجلدية بيكتب اصناف معينة. فانا جات لي حالة شبيهة بالحالة دي مع انها ما يمشيش مع الاصناف دي. بس ايه شبيهة. فانا حافظ بقى. فروحت مطلع واحد اثنين تلاتة من عرف. وروحت مديهم للحالة دي. بس ده مش صح ان ده مش هيجيب الافكتل اللي المريض بيتمناه. عشان يرجع لي تاني. عشان لما يحتاج حاجة تانية. انا بكسب المريض ده معي جوه السيدالية. ما يبقاش تروح لأي مكان تاني. لأ ده يجي بس الدكتور انا ده في السيدالية عشان الدكتور انا ده عارفة. هي بتعمل ايه كويس. مش بتطلع اي حاجة خلص. اوصل ازاي بقى للمرحلة دي. طيب خلينا كده دكتورة نرجع مرة تانية لأول حاجة احنا قلناها في اللقاء بتاعنا النهاردة التعريف بتاع الميديكال كوزموتيكس. التعريف ده مهم جدا لان هو يعني اهم مفتاح في مفاتيح علم الميديكال كوزموتيكس اللي هي فكرة ان هي منتجات ليها منافع طبية بتستهدف مشاكل. بتستهدف ايه مشاكل. حلو جدا. يبقى انا ضروري جدا ما ينفعش اروح اذاكر المنتجات ولا ينفع روح ابص على المنتجات قبل ما بقى فاهم اصلا المشاكل اللي هي بتستهدفها. ممتاز. ما ينفعش اروح اذاكر منتجات التفتيح على سبيل المثال. انا معرفش اصلا البشر. وانا مش عارف يعني ايه ميلانين اصلا. طب الميلانين ده ادواره ايه? طب انواعه ايه? معظم السيادلة بيبقوا فاهمين ان الميلانين ده حاجة واحدة. لا ما هواش حاجة واحدة. اه لا ما هواش حاجة واحدة. هو له انواع ولازم ابقى فاهم بالفكرة بتاعت الانواع بتاعته. وادواره التانية في الجلد ايه? وبينتج منين. وايه هي الخلية المسؤولة عن انتاجه ومكانها فين جوه الجلد. اوين? كل المعلومات دي لازم اعرفها. وازاي بيحصل ازاي بيحصل السينسيزز والتخليق والتكوين بتاع الميلانين. وازاي بيحصل الباثوفيسيولوجي. الباثوفيسيولوجي والخطوات اللي من خلالها بيحصل مشكلة الهايبر بيجمينتيشن. عندنا اربع خطوات. لازم ابقى فاهم الموضوع ده. ولما فهم الحاجات دي كلها وبالتالي هعرف انواع التصبغات لما فهم الاندكشن هفهم انواع التصبغات. يعني بوست انفلاماتورا هيبر بينتيشن تصبغ ما بعد الالتهاب. ويعني ايه ملازمة والريسك فاكتوز بتاعد ده وريسك فاكتوز بتاعد ده. وليه ده بيحصل وليه ده بيحصل. لما فهم المشكلة دي يا دكتورة. اولا اعرف اتناقش مع المريض بتاعي. هعرف افهم منه. دي اهم حاجة. دي اهم حاجة ده انا دايما بقول للصيدالي اي صيدالي بيجي يسألني في سؤال خاص اول كلمة بقول هلو التاريخ بتاع الحالة ايه انت فهمت الحالة الاول فهمت الحالة هتعرف تحله مش بقول برضو احنا نبقى ده كاترة جلدية ولا احنا نتعمق الموضوع ده اه لا طبعا احنا مش هنبقى ده كاترة جلدية ولا حاجة ولو ان كل من الواحد برضو يعني قدر وعند وقت ان هو يدرس اوكي تتبحر براحتك ولكن على قد ما تقدر لازم يبقى عندك المعلومات الاساسية عن المشكلة اللي انت عاوز تطلع لها منتج يعالجة فقبل ما تطلع منتج للتفتيح من فضلك افهم يعني هايبر بيجمنتشن الاول وافهم ازاي بيحصل وافهم احنا ليه بنستخدم مثلا مواد مضادة للاكسادة في التفتيح طيب احنا ليه بنستخدم مادة زي ماي سينامايد طب ايه دورها بتعمل ايه اصلا لازم طب ايه الكونسنتريشن بتاعها اللي يبقى مفيد فعلا في حالات التصبغات فاللقصد يا دكتورة ان قبل اصلا مبتدي اذاكر منتجات قبل مبتدي اذاكر منتجات لازم يبقى عندي خلفية طبية ولزلك دايما بنقول للزملاء في المحاضرات من اهم وده اول اصلا اول مفتاح في مفاتيح علم الميديكال كوزموتيكسي الا وهو الميديكال باكراوند اللي انا هيبقى عندي خلفية طبية عن المشاكل ابقى لازم مثلا فاهم يعني ايه حب شباب طب ازاي بيحصل طب ايه اسبابه طب ايه الباثوفيسيولوجي بتاعه الاكزما الفرق ما بين الااتوبك درماتايتس والكونتكت درماتايتس ابقى فاهم كل الحاجات دي ولما فهم سدقوني بانتوا عارفين المتعة في ايه المتعة انك لما تفهم المشكلة وتفهم الخطوات بتاعت المشكلة دي بتحصل ازاي خلاص هيبقى بالنسبالك لما تيجي تذاكر المنتج اه ده منطقي جدا اه منطقي جدا ان المواد دي تبقى موجودة في المنتج ده اه ما هي اصل المادة دي هتعمل كزا في الباثوفيسيولوجي بتاع المشكلة دي فخلاص انا فهمت فما بقاش بالنسبالك الموضوع محتاج حفظ خالص انت هتيجي تذاكر اي منتج بعد كده بيستهدف نفس المشكلة هتلاقيك انت اصلا فهمه وفاهم المنتج ده هيبقى فعال فعلا ولا هيبقى اي كلام ومين المنتج الكويس ومين المنتج الضعيف كل الحاجات دي هنفهمها من خلال فهمنا للميديكال باجراوند برضو من ضمن اهم القصص طبعا دي حاجة بتبقى يعني خاصة بينا تساعدها اللي هو مفهوم الاني سي اول اللي هو الانترناشنال نومنكليتشور في الكوزموتيك انجريدينس او التسمية الدولية لمواد مستحضرات التجميل الفكرة البساطة اللي احنا بنسميه الاسم العلم يعني المواد اللي بتبقى موجودة ومكتوبة على تركيبات المنتجات في حاجة بنسميها الفول انجريدينت لست او قيمة المواد الكاملة اللي بتعرفني ايه اللي موجود في التركيبة المنتج بتاعي بتبقى المواد مكتوبة بالاسم العلم يعني مثلا لو انا عندي سيروم فيتامين سي ما بقولش فيتامين سي ما بقولش ان التركيبة بتحتوي على فيتامينس لا أنا بقولي التركيبة بتحتوي على أسكوربيك أسيت أو سوديام أسكوربيل فوسفيت أو أسكوربيل جلوكوسايد أو تيتراهيكسايد صايل أسكوربيت بقولي الإسم العلمي ومش بس بقولي الإسم العلمي لا ده أنا برتب الفول انجريديانت لست قيمة المواد الكاملة دي برتبها ترتيب تنازلي من الأعلى تركيزاً للأقل تركيزاً يعني مثلاً لو سيرم أو كريم تبقى أول مادة لازم تتكتب البيس بتاعت اللي هي المية في السيرم أو الكريم وبعد كده مثلاً لو هو سيرم فيتامين سي هبدأ بالمية وبعد المية يبقى عندي أسكوربيك أسيت وبعد كده عمال أنزل 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 لحد ما وصل لأقل المواد تركيزاً في البرودكت بتاعي اللي هي مثلاً بتكون العطر اللي هي مثلاً بتكون البرزيرفاتيف المادة الحافظة أو خلافة تمام؟ والأينس أي برضو ببقى كاتب كل التفاصيل كل التفاصيل مش بس المواد الفعالة لا أنا كاتب المواد الفعالة كاتب البيز كاتب المواد الحافظة كاتب الحاجات اللي بتظبط البي أتش البي أتش أدجاسترز كاتب الحاجات اللي بتظبط الفيسكوسيتي كاتب كل حاجة كل حاجة موجودة في تركيبة البرودكت مذكورة بالتفصيل ليه بقى ليه نظام الـ INSI ده عشان يا جماعة الشركات في الأول ما كانتش بتعمل النظام ده يعني الشركات في الاول حتى في اوروبا وحتى في امريكا ما كانش النظام ده موجود اول ما تعملت منتجات للعناب البشرة والشعر بس اتضح ان بدأت تحصل مشاكل تبقى واحدة مثلا عندها حساسية من مادة معينة وهي مش عارفة ان المادة دي موجودة في البرودكت واحدة مثلا بشرتها حساسة وما تقدرش تتحمل الكحول بتركيز عالي على سبيل المثال فبتاخد منتج مش عارفة ازا كان فيه كحول ولا لا ومش عارفة ازا كان بتركيز عالي ولا بتركيز قليل فتبدأ تستخدمه يبدأ يحصل لها مشاكل جدي لو ناس رفع شكوى تعوضات على طول ومحاكم وقضايا وحوارات كبيرة جدا فبدأ يبقى فيه انزام وبدأ يبقى فيه قوانين منظمة لشركات مستحضرات التجميل الطبية ان هي تتبع نظام الانس اوال اللي هو نظام بيعتمد على الاسم العلمي في كل دول العالم اللي بتبقى متابعة لهذا النظام حتى لو بتشتري منتج من الصين من كوريا من اليابان هتلاقيه مكتوب بنفس الكلام اللي هي معتمدة على اللغة اللاتينية الانجليزية وبكل التفاصيل وبترتيب التركيزات ترتيب تنازل تمام؟ يعني هطول شاف الحتة دي لان هي مهمة جدا جدا برضو حتة ازاي احنا كسياضلة نعم ترتيب التركيبة اه معلش ترتيب التركيبة لان مهمة داي ممكن اهم سؤال ازاي ازاي ازاكر اه بتنازلي ازاي ازاكر انا انا بكلم حالك بتقول حاجة دلوقتي ان الترتيب التركيبة بيبقى تنازلي يعني أنا لو عندي مثلاً مثلاً منتج التركيب الأعلى بيتحط في الأول لحد ما وصل لبرزيرف مثلاً في الآخر الخاصة دي بتبقى أقل تركيزات وأنا يعني عشان هما ساعدنا بيبقواش كاتبين هو كام في المية أصلاً يعني في بعض المنتجات بيبقىش كاتب عليها يا كام في المية بيبقى كاتب بس الحاجة دي مثلاً موجود فيها كذا وخلاص فأنا أبقى عارفة مثلاً ما دام كتبها في الأول تبقى هي تركيز أعلى من باقي المنتجات داخل المنتج نفسه من باقي ومن باقي المواد جوه المنتج أول مواد اللي بتكون موجودة في الأول مكتوبة في الأول ده في حالة ده في حالة لو أنا متبع النظام ده فبيكون مترتبة بالشكل ده من التركيز الأعلى نزولاً للتركيز الأقل أجيب بورقة أو قلم بقى وكشكول ازاي تعملت المنتجات؟ بالزبط ايو أنا كنت بعمل كده أنا الجيل القديم يعني أنا الجيل القديم كنت بعمل كده ووقت ما أنا اهتميت بمجال المنتج الكوزموتيكس أنا اهتميت بالمجال ده يمكن من 2010 يعني بدأت اللي أنا هتم به قوي يعني فوقتها لا كان فيه كورسات ولا كان فيه محضرات ولا حد أصلاً كان بيتكلم سيلف ليرنينج بقى سيلف ليرنينج فكنت بعمل ايه؟ قلت والله طب ما أنا كنت بذكر الدواء ازاي أول ما اتخرجت ووقفت في الصيدلية وكنت حاسس برضو اللي أنا نتاية ومش عارف اي حاجة كنت بجيب الدواء وافتح البنفلت وابدأ اذاكر واجمع داتا ومش عارف ايه وكلام زي كده عملت نفس الكلام فيما يخص المنتج الكوزموتيكس كنت عامل نفسي واجب عامل نفسي كده أصايمنت كل يوم كل يوم منتج واحد كنت اجيب المنتج من على الرف وافتح واشوف التركيبة وابدأ ابحث عن المواد بتاعة التركيبة مادة مادة تمام مادة مادة يوميا على الله كنت بذكر منتج واحد وكنتش بتاقل على نفسي بس كنت يعني مكتهت في الحتة دي لأنا كل يوم اذاكر منتج ومع الوقت طبعا ومع تراكم الداة بقى والكلام ده بقى يعني خلاص بقى الموضوع بالنسبة لي سهل عرفت تقريبا أغلب المواد وهي يعني بقى حتى حاجات باخدها وانت بكرر بقى لو تطلع صح فبقى الموضوع بالنسبة لي آه آه بزبط مع التكرار ومع المذاكرة الكتير ومع الاجتهاد في القصة دي موضوع مرهق جدا وموضوع متعب جدا ولكن فعلا المعلومات بتثبت والواحد فعلا إيه مع الوقت بيكتسب خبرة كويس احنا النهاردة في آآ الفين اربعة وعشرين لا القصة اختلفت خالص القصة النهاردة بقت سهلة جدا النهاردة بقى فيه والأدوات بتاعت الزكاة الاصطناعي والنهاردة بقت بمجرد تكة يعني تكتين تلاتة بنعرف كل حاجة عن تفاصيل البرودكت وبنعرف كل مادة في المنتج بتاعنا آآ بتعمل ايه انت لو عاوزاني ندي كده مثال طبريق والناس تسأولي يا ريت كنتسأولي ماشي أنا وريهم برضو نوريهم عملي بحيث ان هم برضو يبقوا عارفين ده هيحصل ازاي عشان برضو آآ الناس ما تاخدش الكلام كده قبل ما نبدأ في الحتة دي السؤال بقاعي بقى انا دلوقتي هزاكر الكوزماتيكس دي كشركات ولا هزاكرها كمجموعات ولا هزاكرها ايه لان ده برضو سؤال مهم جدا انا مسلا دلوقتي لو في الوتي سي مسلا او في مذاكرة استيضالية وانا بتدرب دايما بنصح السياد له مسلا لا انت ما تذاكرش ايه بي سي والكلام ده الكلام ده خلاص ما عادش ينفع خالص انت بتذاكر مثلا كفرماكولوجيكال جروب عشان تعرف تجمع اكبر قدر ممكن كصيدالي انت مش مساعد انت واحد عايز تعرف انت بتذاكر ليه وبتعمل ايه وبتربط المواد ببعضها بلازم تذاكرها كفرماكولوجيكال جروب ولكن بالنسبة بقى للكوزماتيكس اعملها ازاي لان الموضوع باسع قوي برضو يعني ده كل يوم بينزل منتج جديد والشركات العالمية ما شاء الله يعني تقريبا يوميا فالموضوع صعب فبضو حضرتك وحضرتك بتشرح لنا دلوقتي تعمل ازاي الموضوع ده من الايه ايه اي اتمنى برضو حضرتك تاخد معاك المقطع دي كمان تمام اه سؤال حضرتك سؤال رائع جدا امهمي جدا هو في كزا طريق لو انا هزاكري دلواحدي لو انا هزاكري دلواحدي حاجة ولو انا باخد كورس ده مضوع تاني لو انا اخد في الكورسات في الكورسات الطريقة الاسهل طبعا اللي احنا بنشرح المشكلة الاول يعني هي دي الطريقة اللي احنا بنتشتغل بيها في المحاضرات بتاعتنا يعني بجيب لقم المشكلة من بدايتها من البيز خالص بنبدأ نعرف المشكلة بنبدأ نفهم مع بعض المشكلة دي بتحصل ازاي انواعها ايه الكوزز بتاعتها كل حاجة بناخدها عن المشكلة الاول بعد ما نفهم المشكلة كويس قوي بنبدأ اللي احنا نذاكر المنتجات اللي بتشتغل على المشكلة دي لكن لو انا هذاكر اللي واحدة في الصيدلية وعاوز اتعلم اللي واحدة في الصيدلية الطريقة اللي انا شايف ان هي افضل طريقة افضل طريقة اخد شركة كبيرة شركة كبيرة وذاكرها لوحدها الاول ليه بقى الشركة الكبيرة دي زي مثلا لاروش بوزي زي بايودرما زي يورياج افين البرندات العالمية المعروفة دي البرندات دي بيبقى عندها طبعا اللي احنا بنسميه الرينجز يعني مجموعة من المنتجات بتستهدف مشكلة محددة يعني على سبيل المثال نقول مثلا شركة لاروش بوزي من الشركات طبعا الفرنسية مشهورة جدا ولا انا بحبها جدا ومن الحاجات المعروفة جدا طيب لاروش بوزي عندها مثلا منتجات البشرة الدهنية افا كلار منتجات البشرة منتجات التصبغات مثلا بيجمنت كلار منتجات البشرة الجفة لبكار وهكذا فلكل مشكلة والكل يعني هدف معين بيبقى عندنا مجموعة كاملة من المنتجات تمام طيب فانا بابدأ اذاكر شركة لاروش بوزي مثلا هابدأ اذاكر رينج على بعضه رينج مثلا ايفا كلار رينج ايفا كلار بتاع البشرة الدهنية تمام بدخل الاول ابحث كده واعمل سيرش وابدأ اعرف البشرة الدهنية دي هي عبارة عن هيه اصلا ويعني هي بشرة دهنية الكونديشنز والمشاكل اللي بتحصل مع البشرة الدهنية طيب مثلا مشكلة زي مشكلة الاكني اللي هي اهم مشكلة في مشكلة البشرة الدهنية ازاي بتحصل وايه اسبابها والبط في السيولوج بتاعه وكلام ده كله وافهم المشكلة وبعد كده اجيب بقى الرينج بتاع ايفا كلار ده اللي من لاروش بوزي وابدأ اذاكره منتج منتج في ايفا كلار بس انا مش هخرج برا لاروش بوزي مش هخرج برا اللاروش بوزي تمام؟ زاكرت كلار وتمام التمام لكن بعد كده أدخل في رينجي تاني أو أو أنا بفضل إلا أنا أدخل في رينجي تاني أو ممكن أبدأ أشوف من شركات تانية أبدأ أشوف من شركات تانية الرينجز اللي موجودة فيها اللي بتستهدف نفسي مشكلة يعني مثلا في رينجي مثلا هزيك من يورياج ممكن بعد ما خلصت كده الإفاكلار بتاع اللاروش بوزي أبدأ أروح أشخف يورياج طيب المتشابه المختلف إيه اللي بيختلف في غسولات يورياج بتاعة هزيك عن غسولات لاروش بوزي بتاعة الفاكلار إيه المزاعة هنا دي الطريقة ممكن اللي أنا أشتغل على شركة لوحدها أذكرها وأخذها كمثال كرول موديل كأكزامبل بفهم بفهم لو أنا أول مرة في حياتي بتعمل مع المريكا الكوزموتيكس بفهم الشركات أصلا بتفكر إزاي وبفهم المشاكل اللي بيستهدفها كل رينج تمام؟ وأفهم التركبات اللي موجودة في كل منتج وبعد كده لما باخد شركة كبيرة كده وبذاكرها بعد كده ممكن أبدأ أنقل على شركات تانية دايما نبدأ بالبرندات العالمية دايما نبدأ بالبرندات العالمية البرندات المصرية دي خلوها في الآخر خالص وأقول لكم ليه بعد شوي خلوها في الآخر خالص نبدأ بالبرندات العالمية نفهم نفهم الشركات بتفكر إزاي نفهم المواد الفعالة اللي موجودة نفهم التركبات بيبقى شكلها عامل إزاي يعني ايه غسول لبشرة دهنية وغسول لبشرة مختلطة يعني ايه غسول في مواد تأشير وغسول تاني ما فيهوش طب ليه مثلا برند او يعني رينج زي رينج نيوتون من شركة ازيس فارما ليه عاملين منتج سيرم قوي وليه عاملين منتج تاني مساملينه نيوتون سينستيف ليه فابدأ بالبرندات العالمية خد برند على بعضه وذكره والبرند اللي بعده والبرند اللي بعده هتلاقي نفسك بقيت متمكن قوي لما نيجي ندخل للمنتجات المصرية بعد كده يعني هنفهم ازاي نتعامل معنا تمام? طيب خلونا كده نعمل ونشوف طيب اه اوكي معلش انا كنت بعمل محاضرة للاطفال وبشوف حاجات وكده ايش مشهور اوكي خلونا ندخل على جوجل اهو من البداية خالص تمام؟ دلوقتي احنا مثلا عاوزين نشوف منتج مثلا من بايودرما بايودرما مثلا سينسيبيو فورت مثلا مجموعة سينسيبيو دي هي المجموعة الخاصة بمشاكل البشرة الحساسة اتمنى تبقى الاسكرين واضحة لحضراتكم وشايفين كل حاجة وكله تمام طيب هنروح على الموقع الرسمي الصفحة الرسمية اهي بتاعت بايودرما اهي تمام؟ دي الصفحة الرسمية بتاعت بايودرما مصرع اهي والمنتج اهو هدخل عليه على صفحاته الرسمية على موقع بايودرما وبعدين هبدأ ادور على الحاجة اللي احنا بنسميها الفول انجريديانت لست يعني قيمة المواد الكاملة هنبدأ ننزل تحت كده وندور في الموقع على الانجريديانت هاو تيوز دي مش مهمة ستورينج انستركشنز دي مش مهمة ننزل تحت شوية اه كومبيزيشن دي هي اللي انا عايزها تمام؟ في الكمبيزيشن هنا هنلاحز ان بايودرما وشركات كتيرة بتعمل كده يا جماعة على فكرة شركات كتيرة بتعمل كده هنلاحز ان بايودرما بتكتب لنا ايه المواد اللي هي الاساسية اللي عايزك تعرفها بس لازم اجباري عند البرندات العالمية دي ان هي تكتب التركيبة الكاملة التركيبة التفصيلية هي دي بلا انا عايزها list of ingredients او قيمة المواد الكاملة هي دي دي كل المواد بالتفصيل الموجودة في المنتج بتاعنا اللي هو السنسيبيو فوت ومكتوبة بنظام الـ INCI الاسماء العلمية ومكتوبة بالترتيب الترتيب التنازولي اعلى المواد التركيز انا هي اللي هي المياه طبعا الفيهك البتاعي الباس بتاعتي وبعد كده المينيرال اويل البرافين اويل اللي هو زيت البرافين الفازلين السايل فده يقول لي على طول ان ده منتج تقيل مالمسو تقيل اول كده فازلين وابدأ انزل 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 لحد ما بنوصل لاخر مادة تحت خالص اللي هي بريزرفتف زي ما حضراتكم شايفين طيب كلام عظيم دلوقتي انا عاوز اعرف كل مادة من المواد اللي الموجودة هنا بتعمل ايه انا صيدلي حديث التخرج صيدلي في الكلية لسه مش عارف كل مادة من المواد بتعمل ايه هاعرف كده ازاي معقولة هعمل زي ما انت قدت بتعمل لدكتور عصام واخد كده المادة لوحدها واروح ادور عليها على جوجل كل مادة لوحدها لا احنا النهاردة في عصر الارتفيشل انتليجنس في عصر الي اي مش محتاجين ليه كده خالص عندنا تولز حلوة جدا جدا اول تول اسمه جيميناي جيميناي تمام جيميناي ده بتاع جوجل هندخل على جوجل كده ونكتب كلمة جيميناي ده ممتاز جدا وفري ومجاني وبتسجل من خلال الجيميل بتاعك بكل سهولة الصين اب عليه سهل جدا جدا طيب ايه غير الجيميناي شات جي بي تي طبعا شات جي بي تي وبرضه عندنا النسخة المجانية وبرضه بتعمل لوج ان وبتعمل صين اب بالجيميل بتاعك بسهولة جدا بالاميل بتاعك عادي جدا عندنا ايه كمان غير الشات جي بي تي عندنا حاجة اسمها بير بليكستي بير بليكستي تمام بير بليكستي ده برضو من التولز المجانية المتاحة مش عارف ليه تقيل في التحميل بتاعه غير البيير بليكستي كمان عندنا البينج او اللي هو دلوقتي اسمه كوبايلوت وده بتاع مايكروسوفت احسن طريقة تتعمل بيها على الكوبايلوت انك تنزل اللي هو المايكروسوفت اتج البراوزر بتاعهم ده بتلاقيه اصلا بيلت ان عليه يعني هو الكوبايلوت اصلا بيبقى موجود عليه جاهز انت مش محتاج تعمل اي حاجة اللي هي العلامة دي العلامة دي بتاعت كوبايلوت تدخل من خلالها كده بيكون عندك الكوبايلوت جاهز وبرضو بتسجل عادي خالص بالاميل بتاعك تمام طيب احنا عندنا اربعة تولز اربعة تولز مجانية متاحة لكل الناس جيميناي بتاع جوجل بير بليكستي شاد جي بي تي النسخة المجانية وكذلك الكوبايلوت تمام طيب كلام عظيم جدا جدا هشتغل بقى ازاي على التولز دي نرجع هنا تاني كده اروح تاني للموقع بتاع بيودرما اللي انا جبت منه التركيبة هو راح فين بيودرما بيودرما اهو بيودرما سنسيو بي اهو تمام ده المنتج بتاعي اهو والتركيبة قدامي اهي هاخد بقى التركيبة كده اهو تمام وهعمل كوبي وهروح على مثلا جيميناي وهكتبله ايه هنا بقى يعني ايه يعني اقول لي من فضلك يا عم جيميناي كل مادة من المواد اللي انا هقولك عليها دلوقتي من فضلك انا عايز اعرف فوائدها بالنسبة للجلد تمام طيب لو انا بتعامل مع منتج للشعر منتج مثلا لعلاج التساقط فبدل ما هقول كلمة skin benefits دي هقوله hair benefits قولي كل فايدة من فوائد المواد دي بالنسبة للشعر تمام وبعمل ايه بعمل based اهو انا خدتها كوبي هعمل based دلوقتي طبعا انا ما خدتش كل المواد فهكمل باقي المواد اهي وهعمل برضو based هنا هو المفروض يبقى فيه يعني زي فواصل كده ما بين المواد وبعضها شون هو يعرف اقراض اه يعني هنا بتبقى لازف بعضها هو بايوديرما سخيف شوية فانت ممكن تعمل مسافات او هجيب لكم مثال تاني عشان ما نطولش بس خلونا ناخد مثال اسهل من لاروش بوزي ناخد مثال تاني من لاروش بوزي بتبقى التركيبة مكتوبة بشكل اسهل لاروش بوزي مثلا فيتامين سي سيرم اهو هروح على الموقع بتاع الصفحة الرسمية وبرضو هدور على الانجريديانس هسيبني من الكلام المكتوب ده المكتوب دي هتبقى متربتبة ومتمسقة بشكل سهل مش عادة نعمل الفراغات تمام خليني اشيل دي كده معلش وهستبدلها ببتاعة لاروش بوزي دي متفرغة والاسبيسس موجودة وكل حاجة سهلة فيبقى سهل جدا تمام كده? وهقول له انتر في لمسة انا ما عملتش حاجة زي ما حضركم يشرحوا كل مادة من المواد الموجودة في تركيبة المنتج بتعمل ايه؟ فانت النهاردة ما بقيتش محتاج انك توها تدور على مادة مادة ولا انك توها تدور في سورسز كتيرة جدا وفي مواقع كتيرة جدا النهاردة بالزكاء الاصطناعي سهل علينا جدا 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 فكرة البحث وسهل علينا جدا بسهولة بتكتين اللي احنا نعرف كل مادة موجودة في البرودكت بتاعي بتعمل ايه؟ تمام؟ طيب زي ما انتو شايفين عمال يقول لك المية فايداتها كزا الجليسرين فايداته كزا السوديما هيلورينيت او هيلورينك اسد السيليكون اللي موجود عبارة عن ايه وايه الحاجات اللي موجودة دي كلها؟ تمام؟ الفايتامين سي مسلا الاسكوربيك اسد ده بيحمي من النظار الحرة ومضات قوية للاكسادة وبيساعد على تفتيح البشرة تمام؟ عشان ما يبقاش المنتج بتاعي اسدك قوي اضبط الحامضية بتاعته عشان ما يسبب ليش التهابات فعمال يقول لك كده يديلك ايه؟ هنت كده ومختصر عن فايدة كل مادة من مواد التركيبة بكل سهولة ما بقاش النهاردة الموضوع صعب خالص طيب نفترض ان في مادة معينة انا عايز اعرف عنها تفاصيل اكتر وده اللي انا بنصح به دايما لو في مواد معينة انت عاوز تعرف عنها تفاصيل اكتر مثلا زي المادة دي بعمل ايه؟ باخدها كده اهو وكوبي برضو تمام؟ وهسأله عن المادة دي لوحدة هقول له وهعمل بيست تمام؟ المادة دي لوحدة لان المادة دي الحقيقة مش بس فايدتها نية بتحفز الكلجن والإلاستن لا ليها فوايد تانية فلما تسألوا عن مادة معينة لوحدها بيقول لك تفاصيل اكتر وبيقول لك كل حاجة عنها شوف دلوقتي ايه اللي هيحسب زي ما حضراتكم شايفين عمال يقول لك ويشرح لك المادة دي بتعمل ايه؟ اول حاجة بتشتغل على الرينكلز وبتشتغل على التجعيد فبتساعد على شد البشرة عشان بتحفز تكوين الكلجن والإلاستن وكمان هي مادة مضادة للالتهاب انت انفلاماتوري مادة سوذينج بتلطف البشرة بتخفف الالتهاب فوجودها في سيرم زي سيرم فيتامين سي مفيد جدا جدا على كذا نحية اولا هتخلي سيرم فيتامين سي ده يبقى مناسب للبشرة الحساسة لان هي مادة سوذينج ومادة ملطفة وبتخفف الالتهاب وبتمنع الالتهاب وفي نفس الوقت هتساعد فيتامين سي في ان هو يحمي من الظهور المبكر لعلامات تقدم عمر البشرة وتبقى added value كanti ايجينج كمان المواد الموجودة فيه ويذاكرها ويفصصها ويقيمها ويعرف من خلال فهمه للتركيبة المكتوبة اذا كان المنتج ده هيبقى effective ولا لا اذا كان المنتج ده مزياء ايه عيوبه ايه كل التفاصيل عنه النهاردة بقت سهلة جدا بس هرجع وقولكو مرة تاني قبل ما تذكروا سيروم فيتامين سي وقبل ما تذكروا الهيلورونيك والريتينول اعرفوا اصلا الاجينج بيحصل ازاي والبريماتيور ايجينج بيحصل ازاي وايه العوامل اللي بتؤدي للظهور المبكر لعلامات تقدم عمر البشرة طيب الكولاجين مين الخلايا المسؤولة عن تكونه جوه الجلد وازاي بتكونه وايه اصلا اهميته اهميت الاستن اهمية الهيلورونيك اسد جوه الجلد وايه اللي بيحصل لما بنكبر في الحاجات دي كلها كل الحاجات دي لازم تعرفوها عشان تفهموا دور سيروم فيتامين سي تفهموا دور سيروم الهيلورونيك تفهموا دور سيروم الريتينول وهكذا وهكذا وتعرفوا امتى اختار ده وامتى اختار ده وده مناسب لمين وده مش مناسب لمين وهكذا تمام يا جماعة فدي كده يعني تجرمة بالمسطة لاستخدام في موضوع اللي احنا نعرف المنتجات ونعرف المواد الموجودة فيها والتركيبات والكلام داخل تمام جدا يا دكتور مصان انا شايفة ان هي يعني بصراحة تجربة حلوة جدا جدا واعتقد ان هي هتفيدهم فعلا ان هم بقى بس هي الفكرة ان زي ما قلنا احنا بندى المفتاح والدكتور يعني دكتور مشكور يعني يدك ومفتاح مهم جدا جدا ادخل بقى مع نفسك كده وعيش وبقى جوه المواقع دي ودور بقى ولخبط واغلط وهو ده اللي هيخليك تتعلم انما يعني فاهميني يعني هو دكتور عصام ادكو المفتاح انتوا بقى ادخلوا ودوروا عندنا بقى يا دكتور في سؤالين مهمين جدا احنا عايزين مصدر واحد قلتنا اخدوا براند كبير ويبتدوا يتعاملوا بيه فحضرتك ترشح لنا مين البراند الكبير ده اللي هم يبتدوا بيه كلهم كبراند حالك شايف انه هو مجمع لكل الحاجات يعني بصي هو مفيش براند متكامل في كل حاجة مفيش حاجة اسمها كده دايما بتلاقي ان ممكن براندي قوي جدا في حتة معينة وفي حتة تانية ضعيف يعني مثلا لرشبه زي لرشبه زي حلو جدا مثلا في حاجات التفتيح حاجات البشرة الدهنية حاجات النضارة مش عارف ايه لكن ضعيف جدا مثلا فيما يخص الشعر يعني عنده منتجات محدودة جدا فيما يخص الشعر اللي هي منتجات كيريام واصلا مش معروفة ومش مشهورة فيعني خليني مثلا اقول اللي احنا ناخد لرشبه زي او فيشي دول يمكن من اكتر البراندات المكتملة فيشي بتتميز ان هي قوية جدا في منتجات الشعر يعني فيشي عندها نقطة قوة في المنتجات بتاعة ديركوس بتاعتها طبعا بتاعة الشعر الشامبوهات وطبعا البخخات والانبولات الامينكسير والحاجات دي كلها يعني شطرة في الحتة دي شطرة كمان في الحاجات بتاعة الديودرانس والكلام ده طبعا المنتجات بتاعتها قوية جدا في الحتة دي وبرضو منتجاتها في البشرة نوعا ما جيدة فاحنا ممكن نجمع ما بين بأتنين دول لرشبه زي وزيشي يعني ممكن نجمع ما بينهم وهنلاقي حاجات هنا كويسة جدا في البشرة في الاسكين بالذات في الاسكين كير لرشبه زي متفوقة وفي البادي كير وفي الهير كير يمكن فيه شي تبقى يعني حلوة جدا وكويسة جدا. طيب كان فيه سؤال كده جيه بالسنة يعني هاخده في حتة تانية. اه احنا احنا وحنا بيدخل عنانا المريضة في السيدالية او الشخص مش مريض بقى يعني هو الشخص اللي عايز ياخد الحاجة العلاجية اللي ليه علاقة بالكوزماتيكس يعني الطبية اه انا مش عايزة ابيع الهوى للناس او مش عايزة افهمه ان انت يعني ما شاء الله عليك بقى تاخد الحاجة دي هتبقى زي الامر. هتاخد الحاجة دي شعرك هيبقى في حتة تانية. فانا ازاي اوصل للمرحلة دي بحيس ان انا مسلا هل فعلا للحاجات دي هتبقى فعالة مسلا في علاج التجعيد ما احنا عارفين ان هي كده كده هتجاعد واحدة عندها خمسين ستين سنة فاكيد هي لازم هيطلع عليها علامة تجعيد. فلازم يبقى عندي برضو امانة علمية في فكرة ان انا هقول للمريض عشان ما يتوقعش حاجة الحاجة دي ممكن تكونش موجودة. فيبقى انا برضو باعتله حاجة ودفع فيها خمسمية ستتمية الف جنيه. وبعدين في الاخر جي قال لي هوا انت بتتحكت علي. على فكرة انا مستفدتش اي حاجة من بتاعنا تدت هوني ده. فبرضو ازاي نوزن الحتة دي صح. يعني انا بشكور جدا على السؤال ده وعشان كده انا دايما بقول للصيادلة. لازم 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 نفهم المشاكل اللي احنا بنتعامل معه. انت حضرتك في الاول في الاخر دكتور صيدلي. انت مش بياع. انت مش وظيفتك انك تذكر المنتج وبس او تعرف وتعرف النقاط القوة بتاعة البرودكت وبس الكلام ده يعمله اه اللي هو اللي احنا بنسميه البروموتر. اللي هو بيبقى واقف في الصيدلية. يعني شغلانا دي شغلانا مهمة جدا ويعني كل الاحترام ليها. بس هو بتبقى كل شغلته ان هو بيحل البضاعة بتاعته. دي كله شغلته. شغلته نوة بيبيع. بيبين مزايا البرودكت بتاعه. مش مهم بقى حالة المريض ايه او مش مهم المشكلة نفسية ايه. المشكلة المهم اللي انا اوضح ان المنتج بتاعي واوه وفظيع وملوش زي. واركز جدا جدا على السينيج بوينتس وممكن اخترع له اصلا سينيج بوينتس مش موجودة فيه. مهمة جدا جدا جدا. احنا شغلتنا في الاول وفي الاخر فيها جزء كبير جدا انتجارة. بكل امانة. ومشروع تجاري في الاول وفي الاخر. ولكن هو مشروع تجاري طبي برضو زي كده. في جانب طبي. والجانب الطبي ده اصلا على البعيد بقى. هيحقق لك ربح اكتر. مثال. عشان برضو يبقى الكلام مش مجرد كلام نظري كده. المشكلة بتاعة تساقط شعر دي من المشاكل المزعجة جدا لان العميلة بتلتزم وبتاخد حاجات غالية جدا. حاجات التوبكال الموضعية والفيتامينات والكلام ده. وبتمشي عليها تدت لست شهور. وفعلا الدنيا بتتحسن. يعني فعلا بنشوف نتيجة والتساقط بيقف او بيقل او كده. و مجرد ما بتوقف العلاجات شهر شهرين بيرجع التساقط مرة تانية. وكأنك يا بو زيد نغزيد. ليه بقى? ليه بقى? احنا بنعلم الطلبة بنعلم زميلنا الصادلة بنعلمهم ازاي اهم حاجة في مشكلة التساقط هي الاساسمنت. ازاي تعمل تقييم لمشكلة تساقط الشعر. تعمل تقييم للنوع وتعرف النوع اللي انا بتعامل معاه من تساقط الشعر. يا ترى اكتر نوعين طبعا مشهورين جدا واكتر نوعين بنتعامل معا في الصادلة. يا ترى انا بتعامل مع تيلوجين افلوفيام تساقط عردي كربي مؤقت ولا بتعامل مع اندروجينتك الوبيشيا. اسئلة كده معينة. خليني برضو هاخد كده الشير من حضرتك برضو عشان اوري للناس برضو مثال على الموضوع ده. تمام. هاخد كده الهوست مرة تانية معلش وهوري زميلنا برضو مثال على القصة دي. اوكي. اه نعمل كده ماشي اوكي. نخرج بقى من الكلام ده. وخلونا مسلا ناخد نروح في محاضرات فرما اكاديمي اهي. محاضرات محاضرات الشعر. اعتقد انها كانت في المحاضرة رقم واحد. اه اهي. تمام. ففي عندنا حاجة بنسميها التقرير حالة ساقط الشعر. بس قبل ما نروح لتقرير حالة ساقط الشعر خلوني كده اوريكم. المحاضرة بيبقى شكلها عامل ازاي وبندرس للناس ازاي. طبعا بنبدأ في الاول والهير اناتومي وبنفهم يعني ايه اللي ارز بتاعة الشعر ومش عايف ايه وكل الكلام ده. لكن نيجي بقى عند حت التساقط وطبعا بنفهم الزملاء يعني ايه بتاعت التساقط يعني ايه اندروجينيتيكالوبيشيا وبنفهم كل حاجة عنه يعني ايه تلوجين افلوفيام وشكل الاندروجينيتيكالوبيشيا في الميل وفي الفيميل والكلام ده كله. تمام? وبعد كده بقى بنتكلم بنتكلم على التقييم بتاع حالة تساقط الشعر ده اهم حاجة. التقييم اللي احنا بنقسمه المرحلتين في المرحلة الاولى بنعرف نحدد النوع. يا طرق انا بتعامل مع حالة اندروجينيتيكالوبيشيا ولا تلوجين افلوفيام. طيب طلعت الحالة تساقط عرضي كربي مؤقت اللي هو التلوجين افلوفيام. التلوجين افلوفيام او التساقط اللي هو بنشوف شعر كتير بيقع. التساقط اللي احنا بنشوف فيه شعر كتير عمال بيقع ومن اكتر لتلتمائة لخنسمائة شعر في اليوم بيقعوا كل يوم. والشعر عمال يهر في كل حتة. النوع ده من التساقط الدكتورة نادا وزماننا العزاء. علاجه تسعين في المية من علاجه انك تعرف الاسباب. تسعين في المية من علاج التلوجين افلوفيام ما هواش فيتامينات ولا هو توبيكال تريتنينز. لهو توبيكال تريتمنز ولا هو فيتامينات. الحقيقة ان تسعين في المية من علاج التساقط العرضي الكربي المؤقت في السلايد دي. انك تحدد الاسباب. انت لو محددتش الاسباب وعالجتها مش هتعرف تعالج التلوجين افلوفيام. مش هيتعالج. هيبقى تحسن مؤقت وبس وهترجع الحالة مرة تانية بعد ما بتوقف العلاجات. فانك تحط يدك على الاسباب. طيب الاسباب دي بتاخد وقت طويل من المناقشة. بتاخد وقت طويل من المناقشة. مش معقول هبقى واقف في الصيدلية انا مثلا واقف الصيدلية فيها زحمة قدامي خمس ست زباين. مش معقولة كده واحدة دخلت تسألني تقول لي مساء الخير يا دكتور عصام انا عندي تساقط. فقول لها بقى تعالي واعد اسألها اقول لها اخبار التحاليل ايه? الخمس تحاليل انت نحن بتوع التساقط. السي بي سي والفريتين وفيتامين دال والزينك والت اس اتش اخبارهم ايه? طيب يا طرى انت عملتي عمليات قبل كده. عندك مشاكل صحية مزمنة بتاخد اي ادوية بشكل منتظم. طب اخر حمل كان امتى? طب في رضاعة دلوقتي ولا لا? طب المشاكل النفسية والاكتاب المزمن والقلق والتوتط. طب عملتي فرد طب عملتي سبغة طب عندك مشاكل في فروة الراس. اشرا ومش عارف ايه. طب حتى بسأل سور يعني بسأل عن البريد والدورة الشهرية واللخبطة. كل الاسئلة دي لازم اسأل اسألها عشان اعرف استكشف واعرف اوصل لاسباب المشكلة بتاعة تلوجين افلوفيام عن ده. طيب. هسقط اسئلة ومش هفتكرها. وصعب جدا لنا اسأل كل الاسئلة دي وانا واقف في الصيدلية على ارض الواقع. تمام? مع زحمة زباين. اعمل ايه? فعملت لزملائنا الافاضل اللي عملت لهم ورقة سميناها تقرير حالة تساقط الشعر. تقرير حالة تساقط الشعر. في الريبورت ده. اللي هو ده. في الريبورت ده بنسأل كل الاسئلة في ورقة واحدة بس. بيبقى عندي مضبوع كده في الصيدلية. لو حد من زملائنا السياد اللي حابب بالريبورت ده انا تحت عمركم يعني ما فيش مشكلة. فبنسأل كده اسئلة وبس احنا بنعبي بيانات. بندي الورقة للزبونة للعميلة اللي داخلية الصيدلية بتشتكيني من تساقط الشعر بولا تفضلي. عبيلي بقى الورقة دي. تعبيلي الورقة. وبحدد الاسباب بتاعة التساقط اللي عندها. وبكتب هنا في التقرير بتاعي. اسباب التساقط اللي المطاقة عندها هي ايه? والمقترحات اللي انا اقترحتها عليها. سواء قلت لها مثلا تحل المشكلة الفلانية او وصفت لها مستحضرات معينة لعلاج التساقط. بكتبها لها هنا. ويا سلام بقى. يا سلام بقى. تعمل لها فايل كده جميل. شغل بقى صيدلي محترف. صيدلي اوروبي. تعمل لها فايل كده جميل. وتكتب عليه اسمها. وتقول لها بقى ايه? تابع معايا باستمرار. انت مسلا عندك مشكلة مسلا في فيتامين دال. تفضلي. جز. جز مهم جدا. فعلاج تساقط الشعر. لو فيتامين دال ده مسلا عندها سيفير ديفيشنسي سبعة تمانية مسلا. لا ده احنا عاوزين ناخد ديفارول بقى. عشان نزبط الموضوع ده. مع علاجات التساقط التانية. تمام? واتابع معاها وتجيلي باستمرار وانتابع مع بعض ونشوف ايه الاخبار وايه الحالة. فهي دي افضل طريقة عشان فعلا تبقى صيدلي شاطر. تبقى فعلا صيدلي مش مجرد انك بتبيع ميديكال كوزموتيكس وبس. تبقى فاهم المشكلة. وفاهم ان كل مشكلة لها اسباب. وعارف اسباب المشكلة دي ايه? وتسأل وتاخد هيستوري. وتعلق الحالة بيك. الحالة اصلا لما انت تسألها في الحاجات دي هي هتبقى عارفة انك بني ادم فاهم. انت مش مجرد واحد واقف تبيعه بس. لا انت دكتور فاهم انت بتتكلم في ايه. فده في حد ذاته بيبقى ثقة ما بينك وما بين العميل او العميلة بتاعتك في الصيبر. تمام? كله جدا يا دكتور عصامة استأذن حضرتك الريبورت ده ان شاء الله حضرتك ممكن مسلا تبعته لي على درايف او حاجة وهسيبه يا داكاترة في صندوق الوصف زي ما احنا متعودين بيبقى في اي او حاجة من الضيوف. هسبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. تمام. تمام. اه. انا عملت شير مفروض كده تمام? اه تمام. اوكي. طيب اه اه دكتور احنا احنا الوقتي احنا احنا قلنا ان احنا عايزين نجيب الامراض الاول من ذاكرة. اه. لو انا مسلا مش قادر اخد الكورس او عندي مشكلة مسلا معينة مسلا او انا لسه طالب مش عايز ااخد الخطوة دي للوقتي وعايز احاول مع نفسي يمكن ربنا يكرمني كده واعرف. تمام. اه. 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 انا اذاكر الامراض منين الامراض الجلدية. يعني يقول لي كده على كم مصدر كامراض جلدية انا داخل عليهم مصادر من الابسط للاصعب. والله يبص يا دكتورة يعني اصلحنا لو اشتغلنا على تكست بوكس والكتب بتاعت الدرماتولوجي. لا الموضوع يبقى صعب. الموضوع يبقى صعب بنسبة لنا كسادلة. اصلا لو انا بقى اشتغل ومش عارف ايه والكلام ده. لا الشغل الدرماتولوجي كدرماتولوجي. لا موضوع مش مسهل وهدخل نفسي في دوامة كبيرة وهحس. وهحس يعني اول مبدأ لان انا حاولت طبعا الحاجات دي كلها. هحس كده اقول مبدأ لا الموضوع ايه ده يا عم انا داخل في موضوع كبير اوي وكلام كبير. وبرضه اصل اللي بيدرس الحاجات دي لازم يبقى عنده خلفية برضو من كل طب على فكرة برضو يعني. الموضوع مرتبط بقى بالآآ بالفيسيولوجي والهستولوجي والحاجات دي كلها لازم تبقى المصطلحات دي حضرة عندي لو انا هزاكر تكست بوكس. لو انا هزاكر تكست بوكس فالموضوع مش سهل بالنسبة لنا كسادلة. طيب ايه الطريقة السهلة والطريقة البسيطة خالص? لا احنا النهاردة جماعة عندنا حاجة اسمها انترنت معلشش يعني. انا لو دخلت كتبت وعندنا اللي ايه اي تولز اللي احنا بنتكلم عليها دي. لو انا دخلت على او على والحاجات دي وكتبت له كده هيوضح لي الموضوع بس يبقى محتاج اللي انا يبقى عندي يعني انجليزي كويس. مش محتاج اكتر من كده والله. يعني مش عاوز اقول ان الموضوع حتى مش محتاج صيداني. يعني يبقى عندي بس لغة انجليزية كويسة. فانا لو كتبت بس كده على عبرها ايه? لو كتبت البوست انفلاماتورو هيبري بيجميتيشن بطف فيسيولوجي. وسألتوا كده ايه الفرق ما بين الملازمة والبوست انفلاماتورو هيبري بيجميتيشن هيشرح لي. فالقصة النهاردة ما بقتش صعبة. لكن ما دخلش نفسي كده في موضوع التكست بوكس ومصادر تبقى الحاجات العلمية التقيلة دي. هستصعب الموضوع. هستصعب الموضوع. وبرضه في ناس بتشرح درما على اليوتيوب. كان في حد اه كان عامل كورس حلو قوي كنت بذكر معاه. كان اسمه والله خليني ادور كده على اليوتيوب معلش ثواني. حد كان اسمه عامل كراش درما او حاجة زي كده. ده كان من. ده كان اه اه طبيب طبعا ومدرس في كل الطب بس بيشرح الدرما باسلوب اه مختصر وحلو قوي. بس خليني برده. يا ريت اقول له حضرتك برده هنسيب اللينك بتاعه. اه. يعني الراجل ده. راجل ده انا قلت بس تمتع بصراحة لانه كان واخد الدرما كده من اولها. حضراتكم بس اكتبوا على اليوتيوب. هتأكد بس. اه اسمه دكتور عبدالرحمن رضا. دكتور عبدالرحمن رضا. القناة بتاعته. طيب اه سواني برضو هاخد او انا اه ثانية واحدة. ميش. عشان برضو هوريه للزملاء. ميش مشكلة. سواني كده. ده بصراحة ممتع جدا جدا دكتور عبدالرحمن رضا. واسلوبه حلو جدا جدا بس ايه اتأكد ان البحث عنه على اليوتيوب هي بقى سهد. احنا ممكن نسيب كمان اصلا اللينك بتاع القناة استأذنك هنسيب لينك القناة ان شاء الله. بصوا حضراتكم بس اكتبوا في اه في السيرش هنسيب كريش ديرما. هتلاقوا القناة اه. اه. الدكتور عبدالرحمن رضا ديرماتولوجي. يعني الراجل بصراحة مش واخد حقه خالص في سبسكرايبرز اربعة وتلاتين الف بس. يعني بصراحة الراجل ده كتر خير وجزاء الله خير يعني يمكن اول حد انا اتعلمت معاه ديرما هو دكتور عبدالرحمن رضا. من الناس بصراحة اللي ما شاء الله عليهم يعني ناس مميزين جدا. عنده عنده اه لو لو دخلتوا هنا اه للامراض يعني وكده. اه لو دخلتوا هنا في البلايلست هتلاقوا اللي هو اللي هو ده الكريش ديرما ده. ده. مشروف ديرما مبسطة يعني. اه. ده جايب الموضوع من البداية خالص. من البداية خالص. فانا عنصحكم جدا جدا وطبعا اه بلغة مبسطة واسلوب جميل جدا. طب صراحة يعني اكتر من رائع. ان شاء الله تستفيدوا منه جدا بازن الله. تمام تمام. طيب. اه ده كده اه الفكرة بتاعت الكوزموتيكس يعني انا تقريبا مبطيين معظم الموضوع بس في برضو القناة بتاعت حضرتك. يعني القناة حضرتك طبعا هي عليها كنز. يعني انا دايما اي حد بي. الله يكلم. بيبعثلي. اه بوجه مباشر على طول اقول له كوزموتيكس ادخل على طول على القناة بتاعة دكتور عصام. اه هل في طريقة معينة نستخدم بها قناة حضرتك. اه بحيث ان احنا منتهش في المنتجات. حضرتك اكيد مقسم الموضوع بشكل بسيط. اه اه في بلاي لست برضو في القناة بتاعتي. انا حتى برضو. اه يعني. اشاير برضو تاني. انا مش رأس حضرتك كل شوية شايري. اه. اه. طيب حاضر. حاضر. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. عناي. هما بس بالنسبة لهم قبل بنشوف الحاجة قدامنا يعني بالنسبة لهم تبقى حاجة كويسة يعني. حاضر. اه دي القناة بتاعتي. برضو هتلاقوا هنا في بلاي لست. البلاي لست انا مقسمها يا اما اه شركات يعني مثلا هتلاقوا كده حضراتكم. هنا مثلا شركة سيرافي ايه. كلها على بعضها. هتلاقوا مثلا هنا شركة دوكري. كلها على بعضها. هنا مثلا شركة بايوديرما. اه فيشي. بس انا لسه في بدايتها. اه ايه كمان هتلاقوا موجود لرش بوزي. بس طبعا دي بصراحة لرش بوزي دي من زمان قوي يعني فممكن تبقى فيه منتجات اتغيرت ومنتجات جديدة وحاجات زي كده. فارماسيرس كلها. اهي. تمام تمام فيديوهات. تمام محاضرات. اه افين يورياج. في البلايلست يا اما هتلاقوا الشركات بالطريقة دي. يا اما هتلاقوا موضوعات. يعني مثلا هنا موضوع نظرة البشرة. هنا موضوع البشرة الجفة. البشرة حساسة. البشرة الدهنية. انا ممكن اخد اصلا الحاجات دي اسمع حضرتك واعملها انا برضو كسيطاني محتاج ان انا اعرف اتكلم مع المريض. فحضرتك بتتكلم مع الناس بشكل عام. يعني الفيديوهات دي بتبقى موجهة للناس بشكل عام اللي انا بشوفه الناس كلها بتفهمها. بالزبط. فانا برضو عشان اعرف الطريقة الحاجة بتتكلم بيها واقتبس منك ويبقى عندي طريقتي برضو. ان انا اكيد مش هبقى دكتور عصام. بس انا عايز ابقى حد اه فاهم. واعرف فاهم المريض ووصله المعلومة. بالزبط. بالزبط. بس ممكن ممكن اه كطالب او كخريج ممكن ده يفيدني بشكل كبير جدا. عشان كده حبيت ان حركت وريهم القناة بتاعت حضرتك لان طبعا يعني حضرتك بقى لك سنين في الموضوع فاهم دماغ المرضى ازاي وتعرف توصل المعلومة ازاي? اه يعني هي هتبقى على الاقل يعني بداية. بداية الطريق في الموضوع يعني هتلاقوا الشركات موجودة وكده وشرح الكزا شركة. بالزبط. فبعد كده برضو ايزيز فارما هي موجودة كلها تقريبا. تمام. احنا عندنا احنا عندنا اكتر من طريق. اللي عايز طريق ان هو يفضل اه مثلا زي ما قلنا يبتدي هنا بس ياخد فكرة عامة عن الموضوع. اللي عايز ان هو يبقى اه بيبتدي يذاكر لوحده اه ويحاول اوكي. اللي عايز ان هو اه يبتدي يبقى اسرع شوية وحد يساعده بشكل اكبر شوية فحضرتك بتوفر كورسات والكورسات بتاعتك بتبقى متاحة واي حد هيحتاج ده ممكن يتوصل مع حضرتك بشكل مباشر برضو بحيس ان ده يبقى اسهل فيه ناس بتحب كده يعني احنا عندنا في كل بني ادم بيحب طريق. شوف انت كصيدة اللي بتحب بقاني طريق فيه وكل الطرق متاحة معك. يعني كل حاجة متوفرة ان شاء الله. تمام? بالزبط. بالزبط والحمد للرب. يعني اه يعني السوشال ميديا واليوتيوب والحاجات دي ما يعني يعني كل حاجة بيبقى متاحة فعلا واللي هييدور هيلاقي. والله حتى من غير كورسات ومن غير حاجة. اللي عاوز يعني يعني يدخل في الموضوع او يعني يتفضل طبعا ياخد الكورسة المسهلا. لكن اه اللي عاوز يتعلم برضو بنفسه كل حاجة موجود. كما انا بقول له حضرتك اللي انا بلاحظه دايما في الطلبة ان الطلبة انواع. فيه طالب هو عنده الحتة ان هو يقدر ان هو يعمل ده. فيه طالب تاني ما نقدرش نلومه هو ما يعرفش يعمل ده. فبيحتاج حد يساعده. صحيح. فالتنين متاحينين متاحين معاك. وانا بفضل دايما حتى لما حد منه بيجي يقول لي دكتور عايز كورسة او عايز حاجة بقول له روح جرب لوحدك الاول. والله يعرفت. انا نوع سهلا جدا مش مشكلة. عايز توفر وقت الكورس هيساعدك في ده. انما لو انت معاك وقتك وتعرف تجرب لوحدك التجربة لوحدك وانك توصل المعلومة لوحدك وتتعب فيها اكتر. ممتع. تثبت المعلومة بشكل جامد يعني. صحيح. تمام? صحيح. طيب احنا عايزين بقى ندخل على اسئلتنا اه هنقول بقى الاسئلة دي بشكل اسرع يا ركاترة ان شاء الله. اه ينفع ابتدي زاكر يا دكتور لو انا طالب لسه. وكمان لو انا في سنة اولى. ولسه هنزل تدريب في سيدلية مسلا. انا حابب ان انا انزل. انا دايما بقول له انت ممكن تنزل من سنة اولى حتى لو انت هتعمل حاجات معينة جوا سيدلية. فممكن اعتبر الحاجات المعينة دي فيها جزء كوزموتيك الصدية مسلا بحيث ان انا ده يوفر علي وقت قدام شوية يخليني بدأت من بدري شويتين. فانا يبقى احسن من زمايلي اللي لسه مسلا هيتخرجه ويبتده يقوله انا هبتدي اذاكر لسه من الاول وكده يعني استغل لوقتي لان المنافسة بقت شرسة جدا. احنا مش مش مسلا احنا مسلا اه خمسمية سيدالي مسلا فبنتخانق على مكان انت على مسلا عشر اماكن فعندنا فرص لأ. احنا ما شاء الله الاف الصيادلة. فلازم كل واحد يبقى عارف يقتنس الفرصة ازاي. فلو انا بقى طالب حضرتك تنصحني ابتدي من امتى? وزاي ما احنا قلنا الطرق بتاعت البداية كلها. ويعني حضرتك قولي دي تمشي ازاي? طيب. لو انا طالب انا مش ابتدي من سنة اولى بصراحة يعني انا ممكن ابتدي من سنة تالتة مثلا. يعني لازم ابقى برضو اديت فرصة شوية اللي انا افهم كلية اللي انا موجود فيها يعني. ما اخدش كده الموضوع برضو من اول واول. اه ابدأ يعني ادرس اه صيدالة واشوف فعلا المواد الاساسية بتاعتها والكلام ده. وبعد كده من سنة تالتة انا شايف ان من سنة تالتة ممكن بقى يعني ابدأ انزل واشوف حاجات الاسكن والهير ويعني اخد الموضوع كده واحدة واحدة. والموضوع ان شاء الله رب العالمين مش هاخد وقت طويل ولا حاجة. ويعني زي ما قلت لحضراتكم بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها دي. اللي انا اخد شركة على بعضها. وابدأ اشتغل على الرنجات اللي موجودة جواها. افهم المشكلة. وبعد كده اه اطبق عمليا على المنتجات. او لو انا حابب مسلا اروح عندو دكتور عبد الرحمن رضا. افهم منه المشاكل بتاعت الجلدية والحاجات دي برضو ده عظيم جدا. وبعد كده ابقى اطبق الكلام ده في الصيدة دي. فانا شايف. اه يعني اه. افهم الاول مسلا مسلا سورايسز مسلا او افهم مسلا اجزيمة مسلا. وبعد كده اروح شايفة ايه الحاجة اللي بتحط في الحتة دي. فابتدي اشوف انا عشان اعباب بالدماغي برضو. ببقاش انا بذكر حتة من الشرق حتة من الغرب. مش عارف انا اصلا ايه اللي بيحسن برضو برضو يا دكتور اعتقد ان كتابتي بايدي للحاجة او ان انا اعمل لنفسي حتى لو مش بايدي. هاخد مسلا مسلا من بعض الحاجات عشان اعمل لنفسي انا مرجع اما اكي احتاج الحاجة انا عارف ان الحتة دي بتعجبني مسلا او الحتة دي انا هنسيها. الحتة دي انا عايز اميزها بحاجة. فدي برضو كلها حاجات للمذاكرة. ممكن اعمل ممكن احط اه مسلا حتة في مسلا منتج مسلا وبتدي اقول انا هقول في المنتج ده واحد اتنين ثلاثة اربعة. يبقى انا كده اديت لنفسي هنت لما المريض يدخل انا عارف الهنت ده انا بسرعة. عشان اكيد انا هنسى لان انا المنتجات كتير فانا مخ مش مش كمبيوتر يعني. تمام انا متفق مع حضرتك جدا واصلا انا لما يعني لما عملت كده ما طبعا ما كانتش البداية كده خالص. انا طبعا بدأ بالمنتجات من الاول خالص. لكن انا فعلا لما بدأت ادرس جلدية وبرضو يعني بطريقة زي ما قلت لحضراتكم مش معمقة قوي يعني. ولكن لما بدأت اخد الامور بتاعت الجلدية وافهم مشاركة كويسة وفرقت معايا جدا طبعا انا على مستوى الشخص يعني. فانا متفق جدا مع كرام حضرتك. يعني جدا. بس من سنة تالتة انا شايف المناسب. ولو تانية خلينا كده نفهم كليتنا وناخد الامور بالراحة. بعد كده من تالتة بقى نبدأ ننطلق في الحاجات حتى لو احنا مثلا حتى لو هو نزل بس شافهم بيطلع قدامه. لمح الاسامي. لمح الرشدات. يعني فهمني فكرة ان انا بشوف بس فكرة ان انا بخزد المعلومات عرفت اسامي ادوية عرفت اسامي حاجة. انا دايما بصراحة انا انا من الفريق المؤمن بفكرة ان انا ممكن انزل ان انا عملت كده. نزلت من بدري فالبدري ده فرق معي قدام. بس هي ممكن تختلف من حد للتاني عشان انا نزلت صح الحمد لله رب انا كرامني بناس صح فهي دي الفكرة. انا لو نزلت صح في مكان صح دي اللي تفرق يعني. تمام? تمام. طيب. اه اخر جزء معينا في السؤال ده انا مسافر الخليج او اوروبا اجهز نفسي ازاي او اعمل ايه? برضو ديت اه حاجة برضو كبيرة جدا في الخليج وبرضو في الدول الاوروبية الموضوع زي ما احنا اتفقنا بقى موضوع اه عالمي يعني فا موضوع كوزموتيكس وكده. اعمل ايه بقى? طيب. عشان ابقانا كواليفايد جدا للحتة دي. هم اصلا بيطلبوه هناك يا دكتور اه ان انت تبقى فاهم كوزموتيكس ولا ما بيسألوش في ده في. لا طبعا ازاي ده سئلة في الانتروفيوهات. اه في الانتروفيوز النهاردة بقى يعني مهم ان هو يحس انك حتى عندك معلومات يعني وطبعا لما انت بتبقى شغال هنا كمان في صيدليات في مصر يعني مشهورة بشغل السكين كير والحاجات دي ده طبعا بيفرق جدا. اه طبعا طبعا ولما انت بتتساءل في الحاجات دي وتبقى فاهم وبتعرف تجاوب كويس يعني يعني تبقى حاجة فرقة جدا جدا يعني. خلينا اقول لحضوذك ان النهاردة برضو الحمد لله رب العالمين اه النت برضو ساهل الدنيا جدا بمعنى ايه? لو انت مثلا عاوزت سافر السعودية اغلب زملاء السيادلة بسافروا السعودية. فالسعودية مثلا احنا عندنا النهاردة صادليات النهدي. في موقع نهدي اونلاين. لو انا دخلت النهاردة على نهدي اونلاين او لو دخلت مثلا على موقع صادليات الدول او صادليات بوتس او صادليات اه ليمون او مش عايف ايه الكلام ده صادليات عادل في القصيم. كل دلوقتي المجموعات شغل الصادلات دلوقتي. في السعودية مثلا على سبيل المثال البلد اللي انا عارفه كويس جدا. دلوقتي بقى شغل الونلاين مهم جدا جدا ربما يتفوق على شغل اندور جوة الصادلية اصلا. فكل الصادلات الكبيرة النهاردة بقى عندها ويب سايتس. بقى عندها مواقع. حضرتك النهاردة يا صادلي انت فهمت وفهمت وعندك امثلة حضرة في دماغك عن الشركات البرندات العالمية اللي موجودة في كل حتة في العالم. لاروش بوزي وبيو ديرما ويورياج وافينو. الحاجات دي كلها تلاقي في كل حتة في العالم. كل حتة في العالم هتلاقي الشركات دي موجودة. فانت اصلا عندك البيزيكس زي. تمام? عاوز بقى تعرف الدولة الفلانية ايه الحاجات اللي موجودة في السوق هناك? اعرف اعرف ادخل كده واعمل سرش على جوجل على اهم الصيدليات اللي موجودة في البلد الفلاني دي. ودور على الويب سايت بتاعها. النهدي مثلا على سبيل المثال. نهدي اونلاين. حضراتكم لو فتحته نهدي اونلاين النهاردة. نهدي اونلاين دوت كوم. هتلاقوا عليه كل المنتجات اللي موجودة في السوق السعودي. مش بس كوزموتيكس ودواة كمان. فالنهاردة انت بالنسبالك داكنز. انا ذات نفسي لحد النهاردة. لما بحب اعرف ايه اللي توفر جديد. ايه اللي موجود دلوقتي في السوق هناك? الصنف دا لسه موجود ولا مش موجود? بدخل واعمل سرش على نهدي اونلاين. طيب. امازون. يعني في اسهل من امازون بقى? امازون عندها في كل بلد مطجر. في الامازون السعودية. بس امازون يعني بتبقى عندها منتجات ممكن حتى كمان. اللي مش موجودة في السوق بس ممكن تبقى حاجات من برا السوق. بس يعني انا بقولك ان في مصادر كتيرة جدا النهاردة انت تقدر تعرف منها المنتجات والشركات اللي موجودة في البلد اللي انت اصلا مش عايش فيه. سهل جدا. يعني اه عندي مثلا متابعين كتير جدا من المغرب. اخوانا في المغرب يعني نسبة كبيرة جدا من المتابعين عندي على القناة مغربة. بحب بعرف المنتجات المتوفرة في السوق عنده. بدخل اعمل سرش. اه نون او الحاجات اللي موجودة عندهم في في المغرب. اه والصيدلات اللي موجودة. وحتى والله يعني طبعا المغرب بلد ناطقة بالفرنسية والويب سايتس بتاعتهم كلها فرنساوي. فيه ترانسليت حضرتك. جوه جوجل كروم فيه ترانسليت. فحتى دي يعني لو انت عاوز حتى ياخد سافر لالمانيا. تقدر النهاردة تدخل وتدور وتعمل سرش وتعرف الصيدلات الموجودة هناك وتدخل على الويب سايتس بتاعتهم وهترجم بكل سورة بتاكد. بتاكد زرار. فلا السيدلي اللي عاوز يدور على المعلومة واللي عاوز يبحس عن المعلومة هيلاقيها. النهاردة الموضوع بقى متاح بقمة السهولة ما بقاش صعب ابدا ابدا. بس. ثم بيسألوا في تفاصيل قوي ولا بيسألوني مسلا على منتج مسلا حركة عندك فكرة عن الاسئلة. مش تفاصيل قوي. يعني هو هيسألنا مسلا عن مشكلة. يقول لك مسلا اه لو واحدة مسلا بشرتها دهنية وعندها اثار حبوب. ايه مسلا المنتجات اللي انت ترشع على. حاجة زي كده يعني هما في الغالب بتبقى السهولة بالشكل. يعني بس برضو لازم تبقى انت فاهم برضو وكل ما تبنلوه من انت يعني فاهم قوي. اه. فاهم وتقدر ازاي تعمل بيعة كويسة برضو. يعني انت ازاي تقدر تعمل بيعة كويسة وتطلع للبيشانت دي وتقدر تسأل في حاجات تطلع لك مبيعات. يعني مسلا اه تسأل انت بتخرج بتتعرض للشمس يبقى الواق الشمس اللي بسبلك مومي جدا. مسلا في الانتي ايجينج مسلا واحدة عندها تجعيد. فانت لازم تسأل على نوع بشرتها. طب بشرتها جفة. ده انا مش هطلع لها سيرة من ريتنول بس. ده انا هطلع لها كمان المرتب. ده هي بتخرج وموظفة. اه. انت بتخرج بتعرضي الشمس هطلع لك كمان واقع الشمس. لا ده انا هديلك الغسول مش الغسول اللي العادي بقى هديلك الغسول اللي بيرطب اللي ما فيهوش فهم كتير ولا رغوة كتير. وهكزا. فانت بتخدم على الحالة بتسأل اسئلة. تطلع منها بيع. تطلع منها برودكس. دي مهارات الكروس سيلنج بقى. بالزبط دي مهارات الكروس سيلنج. بالزبط. فبرضه هو هيديلك يرميلك حاجة ويشوفك انت انا تعرف تطلع منها شغل ولا لا. انا دايما والله بقول ان السيدالي ده فكرة ان السيدالي اللي يكون شاطر او مميز في مكانه ده والله حاجة مش سهلة خالص خالص. طبعا. الموضوع محتاج اه يعني شوف انا بتكامل مسلا في حتة الكوزموتيكس بس. انت شوف انت كسيدالي مفروض تكون فاهم كوزموتيكس. وفاهم في مهارات بيع. وفاهم في بيشنت كاونسلينج. انت مفروض تكون يعني لم نبدأ كله عشان تبقى بني ادم لك قيمة في سوق العمل. في الوقت الحالي اللي احنا فيه. تمام? صيدالي ده صيدالي ده كنز كبير يعني لو هو حد فاهم. اكيد. اه مزاكرة منتجات المستوردة يا دكتور هي نفسها منتجات المصرية? اه. لا طبعا. يعني المنتجات المصرية دي حاجة تانية خالص. لان احنا نظام الاي نساء اي اللي احنا اه ايلينه في اول اللقاءنا النهاردة اللي هو النظام اللي بيعتمد على التسمية العلمية للمواد الفعالة او المواد اللي موجودة في تركيبات المنتجات يعني. واللي بيقول كل التفاصيل واللي بيرتب ترتيب تنازلي على حسب التركيزات والكلام ده ده نظام اجباري اجباري في الدول اللي بتختار ده. الدول اللي عندها فكرة الشفافية والتعوضات والقضايا والحاجات دي كلها. النظام ده هناك نظام اجباري. اجباري ان اللي روش بوزيه تبقى كاتبة للتركيبات بالطريقة دي. اجباري ان بايوديرما يورياج افين فلوريجا اه سكنسيوتيكالز مش عايف ايه. كل الشركات دي اجباري مش بمزاجها. ده دي قوانين هناك القوانين المنظمة للموضوع ده. انما في مصر الموضوع عندنا اختياري. يعني ما عندناش قوانين ولا اه اجراءات منظمة تجبر شركات التجميل الطبي المصرية. المشكلة يا جماعة في المنتجات المصرية او يعني النظام عندنا هنا في مصر. ان احنا ما عندناش الموضوع الاي انس اي ده اجباري. فالشركات عندنا بتكتب التركيبات براحتها خالص على مزاجها. ما يكتبوش كل التفاصيل. يكتبو بس المواد اللي هم عوزينك تعرفها. يعني مثلا سيران فيتامين سي. فيكتب لك ايه? فيتامين سي. هيلورونيك اسد. اه شي باتر. مش عارف. نايس سينامايد. اللي هي الحاجات اللي يعرف يعمل من خلالها ماركتينج. الحاجات اللي يعرف يعمل من خلالها دعاية للبرودكت بتاعه ويسوق للبرودكت بتاعه. لكن ما بيكتبش كل التفاصيل. وبالتالي انا كصيدلي هقدر اقيم المنتج ده. تقييم علمي وتقييم صيدلاني. واجيب بقى التركيبة واخدها على الايه ايه وعلى الجيميناي والحاجات دي. وادور بقى واشوف كده الاسكن بينفتس بتاعت كل المادة واللي احنا عملناه ده مع الرشب زي او مع بايدرما او مع غيرها. لا. كل الكلام الصيدلاني والكلام العلمي ده. انا قاسف يعني مش هنستفيد منه بحاجة فيما يخص المنتجات المنتجات المصرية. مش هنستفيد منه بحاجة فيما يخص المنتجات المصرية. اما المنتجات المصرية هقيمها ازاي? وهاعرف اذا كان المنتج ده حلو ولا وحش ازاي? مفيش للأسف اي سبيل ولا اي طريقة لتقييم المنتجات المصرية في الميديكال كوزموتيكس غير بالفيدباك. التركيبة المكتوبة على العبوة للأسف مش مفيدة بالمرة. حتى لو التركيبة مكتوبة بنظام الانسي اي. اه. دي مشكلة بقى. ما عادة شركات قليلة قوي. زي شركة ايفا مثلا. شركة ايفا من الشركات في الحتة دي. من الشركات اللي بنثق فيها في الحتة دي. ليه? عشان ايفا بتصدر برا مصر. فمضطرة ان هي تتبع نظام الانسي اي وتتبع دي. غير كده? لا. حتى لو التركيبة مكتوبة كاملة? اه حتى لو التركيبة مكتوبة كاملة. على سبيل المثال عندنا شركة من الشركات اللي بقت اه مشهورة دلوقتي في السوق المصري شركة درما اكتف. الشركة دي بتكتب تركيبة تقحيلك بتدي لك ايحاء ان هي كتبة كل التفاصيل. والنهاية مرتباها ترتيب تنازلي بناء على التركيزات. والكلام ده مش صحيح. والكلام ده مش صحيح. فالخلاصة في المنتجات المصرية الخلاصة في المنتجات المصرية. ان التقييم اللي وحيد ليها بيبقى بناء على الفيدباك. يعني لازم المنتجات تتجرب تتجرب تجرب تجارب حقيقية وتجارب صدقة. مش تجارب سوشيال ميديا ولا تجارب دعاية وماركتيج. لا تجارب حقيقية. يا اما حضرتك بتبقى جربتها بنفسك. يا اما شفت تجارب ليها من ناس حواليك انت بتتق فيهم. واخد الفيدباك ده والفيدباك ده هو الوحيد. الوحيد اللي هيقول لي ازا كان المنتج ده حلو ولا المنتج ده وحش. ولذلك انا بستغرب جدا من زملاء سيضلى بيطلعوا يتكلموا على منتجات جديدة لسه في السوق. يعني المنتج لسه اصلا البراند ده براند جديد. ويطلع يتكلم عنها بكل ثقة. ان هو منتج حلو جدا وتركبته فضيعة ومشافة. يا عمي تركبته ايه? ما فيش اصلا اي قواعد ملزمة ان التركيبة اللي مكتوبة دي تبقى حقيقية. ده ممكن يبقى فيه مواد مكتوبة على العبوة? ما هيش موجودة اصلا في المنتج. يعني ممكن يبقوا كاتبين على مسلا سيروم فيتامين سي. ان هو مسلا بيحتوي بالاضافة الفيتامين سي على مسلا ببطايد معين. ولا على هيلرونيك اسد وعلى اي حاجة. وهو ما يبقاش فيه. الهيلرونيك اسد ولا يبقى فيه البطايد ده. فلحد ما يبقى عندنا نظام الانس اي مطبق بشكل اجباري في مصر. وده صعب انه يحصل بصراحة. لحد ما النظام ده يبقى موجود عندنا بشكل اجباري ونقدر نتأكد من مصداقية التركيبات المكتوبة على العبوات. فللأسف مفيش سبيل لتقييم المنتجات المصرية غير من خلال الفيدباك. آآ المجالات التانية غير السيدلية اللي ممكن استفيد بها بعلم الكوزموتيكس. آآ والله مجالات كتير الحقيقة دكتورة يعني يعني يمكن من اهم المجالات النهاردة واللي بقت النهاردة مجال مهم. ويعني بالعكس انا نصح السيادلة ان هم يتواجدوا فيه. اللي هو مجال البلوجينج وشغل السوشيال ميديا. اللي النهاردة آآ احنا محتاجين سيادلة يبقوا سيادلة امناء. المجال ده بقى فيه للأسف عك كتير جدا. وبقى فيه آآ ناس كتيرة للأسف يعني ضميرها مش قد كده. بتوصل معلومات مغلوطة. والمعلومات المغلوطة دي احنا بنقعد نحارف فيها بقى وبنعاني معها بنعاني معها جوة السيادليات كمان. يعني احنا بقنا بنشوف ناس بتعمل ماركتينج على منتجات تعبانة جدا. والناس للأسف آآ من ثقتهم في انهم مادا كاترة وصيادلة وحاجات زي كده. فبيجوا اسألوا على الحاجات دي وبيشتروها. والحقيقة بتطلع منتجاتش الاخر ايه كلام. فاحنا محتاجين سيادلة. يبقوا ناس فعلا شطرين وناس فاهمين. وناس امنة. وناس عندهم ضمير. يشتغلوا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهاردة بقت حاجة مربحة جدا. انا اعرف يعني اه اصرات. انا اعرف زميلات ما شاء الله سيدلانيات بجد وبدون بدون ادنى مبالغة. يعني انا مش بابالغ خلص انا عارف يعني انا عارف بعضهم بيدخلوا قد ايه بالزبط. في ناس بيدخل لها تلاتة واربعة تلاف دولار في الشهر. دولار. يعني شوف بقى احنا ما شاء الله يعني متين الف جنيه مسلا ولا حاجة في ناس بيدخل لها كده. يعني وما شاء الله سيدلانيات اه حديث التخرج يعني. يعني اه دفعة تلاتة وعشرين واتنين وعشرين وحاجات زي كده. اه. فاللي انا عاوز اقوله ان ده واحد من المجالات المهمة جدا. برضو من المجالات برضو المهمة جدا لو احنا هنعمل برند. يعني في ناس كتيرة جدا بقت متجهة لفكرة ان هم يعملوا برندات وان هم يعملوا تركيبات. طبعا شغل التركيبات ده برضو شغل مهم جدا جدا بالنسبة لنا كسيادلة. وبقى تريند اصلا اليومين دول. وسيادلة كتير قوي. ما شاء الله عاملين شغل حلو قوي في الموضوع ده. بس انا بنصح. قبل ما تروح تعمل برند وقبل ما تروح تزاكر تركيبات اصلا. قبل ما تروح تزاكر تركيبات بغرض انك هتعمل منتجات سكين وهيركير. زاكر كوزمه الاول. واعرف كوزمه الاول. ليه? هتعرف المنتجات اللي انت عاوز تعملها ايه? وهتعرف ايه الجابل في السوق اللي انت ممكن تملاها. وهتعرف ايه اللي عند الناس. وإيه الحاجة المميزة والحاجة اليونيك اللي ممكن تعملها في البرودكت بتاعك اللي يفرق عن باقي السوق فأنت لازم تبقى فاهم المنتجات الأول ولازم تبقى فاهم كوزمه الأول ما تروحش كده ترمي فلوس وما تروحش تضيع مجهود في أنك تعمل تركيبات وتعمل منتجات وإنت أصلا مش عارف يعني إيه سكين وهيركير فده علم مهم جدا قبل ما تروح تعمل برند وهيفيدك جدا هيفيدك جدا لو جيت تفكر فيهم الأيام أنك تعمل برند أو تعمل شغل خاص بيك بإذن الله يعني من المجالات برضو اللي ممكن تبقى مهمة دلوقتي بقى فيه صادلات كتيرة برا مصر حتى كمان برضو شغل الانلاين وشغل الكلام ده بقى بيشتغلوا من هنا من مصر شغل ريموت يعني أنك تبقى هنا موجود في مصر وبتبيع من خلال الانلاين واخدبال حضرتك مع مجموعة صادلات أو كده أو بيبقى فيه دلوقتي شركات حتى في مصر عاملة ويب سايتس بتبيع من خلاله اونلاين منتجات فده برضو ممكن يبقى جوز مهم جدا غير الصيدلية ونقدر نستفيد منه بيع الميديكال كوزموتيكس تمام جدا هل فيه بقى شهادات معتمدة أخذها في المجال ده وكورسات والكتب يعني ترشيحات حضرتك ليه كصيدلي عايز حاجات تساعدني أكتر أعمل إيه طيب وبالنسبة للشهادات المعتمدة أعتقد إن فيه جماعات بتعمل حاجات خاصة برضو بالكوزموتيكس وبالكلام ده ونقابات يعني النقابات دلوقتي بقى فيه بعض النقابات كده كل فترة بيعملوا حاجات بتبقى معتمدة واخدى شهادات وكلام زي كده يعني ممكن ما بتبقاش قوية أوي علمياً يعني ما بتبقاش قوية أوي علمياً ولكن من ناحية الاعتماد والكلام ده موجود برضو احنا معنا في فارماكاديمي الدبلومة بتاعتنا دبلومة السوبر كومنيتي فارماكسيست برضو معتمدة ومعتمدة انتحاد صاد الله العرب وشهادة الحمد لله رب العالمين يعني قوية جداً وبإذن الله رب العالمين برضو احنا هنعمل جزء خاص لموضوع الميديكا الكوزموتيكس يبقى منفصل لوحده لأن فيه زملاء صاد الله كتير جداً بيبقوا عاوزين يدرسوا الكوزمو لوحده معاوزين يدرسوا لواحده بعيداً بقى عن الحاجات التانية بتاعت الدبلومة لأن الدبلومة ما شاء الله يعني شاملة كل مجالات العمل الصيدالي الحقيقة الدبلومة ما شاء الله شاملة ما شاء الله يعني ما شاء الله عليكم ربنا يبارك فيكم يعني مجموعة ممتازة جداً ربنا يبارك فيكم الله يبارك في حضرتك وعندنا كمان طبعاً في الجلدية يعني دكتور حسين سلطان ده واحد من الناس الفتاح اللي يعني ما شاء الله عليه في الجلدية شاطر جداً 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 وبيدي ترينج مكثف اه يعني دكتور حسين سلطان برضو القناة بتاعته على اليوتيوب قناة حلوة جدا اللي هو اوكتوباس فارماسيست فارماسيست اه وبيدي شغل في الدبلومة معنا في الدرما لا ما شاء الله يعني قوي جدا 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 يعني انت مع دكتور عبد الرحمن هتعرف حاجات حلوة قوي على اليوتيوب مجانة نهو متاح لكل الناس وقاعدة حلوة جدا لكن لو عايز بقى يعني شغل مكثف كمان بشوية زيادة برضو دكتور حسين ما شاء الله يعني من الناس القوية جدا في موضوع الدرما ده اه وان شاء الله احنا هنعمل يعني في خلال شهرين بالكتير تلات شهور بإذن الله هنعمل برودكت كده لوحده يبقى خاص بالكوزمو مع الدرما اللي اتنين هنعملهم مع بعض لانهم فعلا مرتبطين ببعض يعني الكوزمو والدرما بيخدموا على بعض جدا فان شاء الله رب العالمين انا ودكتور حسين بإذن الله من خلال الفارماكاديمي هنعمل ان شاء الله رب العالمين محاضرات تبقى كده منفاصلة للكوزمو والدرما بحسين اللي ياخدهم يبقى خلاص الموضوع ده ايه يعني خلاص الزبط كده معها على الآخر ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ربنا يوفق في ربه يطلع منتج ممتاز كالعادة يعني اللهم امين دي بالصحة الكورسات احنا كلمنا عليها الكتب مفيش مفيش للأسف لا مفيش يعني للأسف مفيش كتب لان المشكلة في موضوع شركات كتيرة منتجات كتير ديتس وكل يوم فيه منتجات بتتلغى ومنتجات بتطلع مكانها فالموضوع مفيش للأسف حاجة كده ككتاب قادر اقول ان هو فعلا هيبقى مفيد بشكل يعني فيه كتب سطحية اوه بصراحة فيه كتب موجودة في السوق كتير بس معظمها سطحي جدا ومفيش فايدة يعني ما لقيتش حاجة بفراحة اللي انا ممكن انصح بيها حيط والله انا شايف اصلا كمان والشارج بي تي والحاجات اللي احنا شفناها دلوقتي شايف ان هي اسهل بكتير دلوقتي بالنسبة لنا من فكرة الكتب يعني انا متفق معاجل جدا اسهل والتفاعل معها كمان افضل بكتير شركات التجميل يا دكتور لاروش ورياج بتابل سياطل اه وقدم فيهم ازاي ان احنا بنشوف ساعات في بعض شركات التجميل بتبقى عايزة سياطل هو مش في مصر مش في مصر برا مصر نوصل للموقع ده يعني برا مصر الشركات اللي هي زي لاروش ورياج والحاجات دي بصراحة السوق المصري بالنسبة له مش سوق ميجور يعني مش سوق مهم بالنسبة لهم هو بالنسبة لهم السوق الخليجي في منطقتنا هو السوق الاهم ففي السعودية وفي كده وفي الامارات والكلام ده اه الشركات دي طبعا محتاجة سياطلة وزملاء كتير من زملاءنا بيشتغلوا فيها وكانت مجموعة بايوتيك اللي هي بايوتيك جالف اللي موجودة في السعودية وفي الامارات والمسؤولة الوكيل بتاع المنتجات دي هناك كان فيه عدد كبير من زملاءنا السياطلة كانوا بيشتغلوا فيها وليها مكاتب علمية والناس بتقدم فيها وكل حاجة انما هنا في مصر غالبا اللي هيبقى متاحة لشركات المحلية والبرندات المحلية هي اللي احنا ممكن نقدم فيها بقى سيرافي وبركيفيل انا اسف باركيفيل والحاجات اللي هي دي ونتافز ومشعرفوا كلام ده ممكن برضو اللي احنا نشوف المكاتب العلمية بتاعتهم ونبعت لهم من خلال الملات بتاعتهم لكن البرندات العالمية لاروش بزي ويورياج والكلام ده لا انا عمري ما شوفت حد بيشتغل في الشركات دي كميديكار ريب يعني في مصر بصراحة فبرقه يعني في السعودية كان فيه زملاء كتير جدا بيشتغلوا وكان فيه ناس ما شاء الله يعني كتراتبهم حلوة جدا جدا ما شاء الله في الشغل في الشركات دي طيب اه دكتور حازم بيقول ازاي حدد المنتج حلو ولا لا وافضل وافضل بالمنتج والتاني اه بص يا دكتورنا انا اللي انا كنت بعمله ايه انا بجيب كل منتج من المنتجين واذكره يعني مثلا انا عاوز اعرف اه من الاحسن لاروش بزي فيتامين سي سيروم ولا فيشي فيتامين سي سيروم فاجيب كل منتج من المنتجين دول واذكره وكنت بعمل حركة حلوة اوية برضو كمان اجيب كده اكسل شيت اكسل شيت واخد المواد بتاعت المنتج الاولاني هنا وجنب المواد بحط فايدة كل مادة البنفت بتاعت كل مادة وجنبه على طول في نفس الصفحة بتاعت الاكسل شيت بحط المنتج التاني برضو المواد وقدام كل مادة البنفت والفايدة بتاعتها دي الطريقة اللي انا بعمل بها مقارنات ما بين المنتجات وحطهم كده قدامي وابدأ ابص كده للمواد وابص للتركيبة اه لا فيتامين سي هنا الصيغة بتاعته اقوى لا مش عارف التركيز هنا اعلى التركيز هنا اقل المواد اللي ممكن تبقى مفيدة في موضوع الانتي ايجينج مثلا عندي هنا بيبتايتز واحماض امينية هتشتغل حلو جدا على تحفيز الكولاجين عندي هنا مثلا فيريوليك اسد اللي هو مضاد قوي للأكسادة هيعزز من فعليت فيتامين سي ويحافظ على فيتامين سي لا انا هنا عندي مثلا كحول بتركيز عالي شوية ده ممكن يبقى مفيد للبشرة الدهنية لكن هيعمل مشكلة مع البشرة الحساسة وهكذا فانت بتبقى لو انت عاوز تفرق ما بين منتجين بتحطوهم كده مع بعض انا دايما بعملها في اكسل شيت ده بيسهل عليها الدنيا جدا لانه جداول فبعملها جدول وفرق ما بين المنتجين واشوفي المواد كده اعمل كمبرزن ما بينهم كده قدام عيني وبكتب ملاحظاتي كده بعض اذاكر المنتج كاني بحلله فاهمني ومن هنا بعرف مين المنتج اللي هيبقى احسن او مين المنتج اللي هيبقى في مزايا اكتر من منتج معين وهكذا تمام طيب لوريال اصل لوريال بتبيع كويس في مصر يا دكتور محمد لوريال كبراند لوريال بيبيع كويس في مصر لكن البراندات بقى التانية لا ما بيعتها ضعيفة جدا فصعب انك تلقلها مناديب واسعارها غالية جدا في مصر طبعا دكتورة هاجر برضو بتسأل نفس السؤال هي برضو لسه في تانية صيدرة وحابة مجال الكوزمو تكمل فيه لا طالما انت حباها كملي طبعا طالما انت حباها دكتورة كملي يعني ان شاء الله يا رب تكوني في سنوية عامة معادي ما فيش مشكلة خالص طالما انت حباها كملي فيه ويعني ده طالما فعلا انت بتحب المجال ده ان شاء الله رب العالمين بعد كده ممكن يبقى ده الكرير بتاعك الاساسي بعد كده ان شاء الله لما تتخرجي فكملي واعرفي المنتجات وازاي ما قلتلك كده وازاي ما شرحت لحضراتكم اهم من المنتجات اهم من المنتجات افهم المشاكل افهم المشاكل الاول قبل اصلا مذاكر المنتج تمام فهمت المشكلة واستوعبتها وفهمت اسبابها ايه وانواع المشكلة دي ايه والباثف السوليج بتاعها وكل حاجة عنها بعد كده لما اجي ابدأ اذاكر المنتجات الموضوع هيبقى منطقي ولزيز وسهل ويعني هيبقى ممتع جدا جدا تمام دكتورة كوسر ازاي اشتغل على حتة النمسك بيجل صيدلية واعرضت فيها الكوزمو يا دكتور بطريقة بطريقة كرياتيذ تمام برضو يا دكتورة قبل ما تشتغلي وقبل ما تروحي تمسكي البيج بتاعت السيادلة دي برضو لازم تبقى فهمة كوزمو كويس لازم تبقى فهمة كوزمو كويس تمام ولازم تبقى درس المشاكل والكلام ده كله ده ده اساسي ومن الحاجات دي انت اصلا هتبدأي تطلعي المسجل دعائية اللي انت عايزات يعني انت لما تفهمي المشكلة وتفهمي المنتج ازاي بيعالجي المشكلة هتعرفي اصلا تطلعي تبديعي جدا جدا في انك تعملي بتاعك والكلام ده كل على فكرة انا لما باجي اعمل فيديو انا برضو عاوز اقول لحضراتكم ازاي انا بعمل الفيديوهات وازاي انا بشتغل في الموضوع ده وفترة اشتغلت في مسجد دعاية لشركة من الشركات في السعودية والكونتينت كرياشن والكلام ده كل الموضوع ببساطة اللي انا بذاكر المنتج كويس قوي اذاكره اذاكره وفصصه وافهمه واعرف كل حاجة موجودة فيه واعرف كل ايجابياته واعرف كل سلبياته تمام ومن هنا ببدأ اخد المعلومات دي واشوف ازاي هوظفها في النيدز بتاعت الناس يعني دايما لما تيجي تشتغلي في الدعاية وتيجي تشتغلي في الكونتينت كرياشن شوفي النيد الاول المشكلة الاول اول كلمة تقوليها تبقى المشكلة اللي انا هتكلم عليه يعني مثلا اعديلك مثال اه هنتكلم مثلا عن منتج لمثلا ايه لتفتح المناطق الحساسة على سبيل المثال دي مشكلة من المشاكل اللي بنتسأل عليها كتير جدا ومن الحاجات اللي الناس كتيرة بتسأل عليها اولا تفتح المناطق الحساسة لازم تبقى عندي ميسج واضحة يعني البرودكت اصلا بيقولي كده الميسج بشكل واضح ان البرودكت ده بيستهدف تفتح المناطق الحساسة بيستهدف علاجة التصبغات في المناطق الحساسة فتكتبي كده لو انت هتعملي بوست مثلا هتكتبي في الاول بتعاني من سنين من تصبغات في المناطق الحساسة استخدمتي كل حاجة وما فيش نتيجة فانت هتتكلم عن المشكلة الاول لما بتتكلم عن المشكلة الاول انت بتخطفي انتباه الكاستمر وبتخطفي انتباه المتابعة اللي بتتبع الصفحة تمام وبعد ما تتكلم عن المشكلة وتوضح المشكلة ابدأ يحليها معها ده انا عندي المنتج الفلاني المنتج الفلاني ده نبزة كده بسيطة خالص عن المواد اللي موجودة فيه مش هنتكلم كلام علم كتير المنتج الفلاني ده في مادة كذا وكذا وكذا اللي هي تعتبر أقوى مادة والأبحاث أثبتت أن هي أفضل مادة بتعالج التصبغات في المناطق الحساسة وفي نفس الوقت مش بيسبب أي التهاب لطيف جدا على الجلد ما هيبقى مناسب جدا أنك تستخدميه على المناطق الحساسة بدون أي ألأ وهكذا تمام يبقى أنا لما أجي أعمل كونتنت وده اللي أنا أعمله في فيديوهاتي أتكلم عن المشكلة الأول جذبت انتباه اللي عنده المشكلة دي والمشكلة دي آه ده هو ده اللي عندي ده هو فعلا ده اللي أنا أبعاني منه أنا أبعاني من التصبغات في المناطق الحساسة اللي بقى دي فترة طويلة جدا تصبغات غمئة جدا واستخدمت حاجات كتيرة مفيش فايدة أو استخدمت حاجات جابت نتيجة وبعد كده سببت السمرار أكتر اتكلمت عن المشكلة ولمست مع المشكلة اللي عند الكاستمر أو عند البشانت خلاص أبدأ بعد كده أحلله ووضح له مزايا البرودكت بتاعي وإزاي البرودكت بتاعي هيفيدة تمام؟ تسلمي دكتورة هاجر ربنا يبارك في حضرتك ودكتور حازم بيقول أعمل ايه في مشكلة نسيان اللي ذاكرته لأ دي دي مشكلة عامة بقى مش موضوع كوزم يا دكتور ده موضوع تاني ده عموما يعني زي ما قول كده التكرار بيعلم شكتار يعني آه التكرار بيعلم شكتار كلنا كده يا دكتور حازم انزل الصيدلية اعرف المنتجات على أرض الواقع برضو ده جزء مهم جدا جدا من التعليم يعني سواء في الكوزمو أو في غيره تنزل الصيدلية وتشوف المنتجات على أرض الواقع وما تتقلش على نفسك في المذاكرة اعمل لنفسك زي ما كنت أنا باعمل لنفسي كل يوم منتج بس فيش اكتب من كده يعني وبس ومع الوقت شوية شوية هتلاقي المعلومات بتتراكم وهتلاقيك بقيت ما شاء الله رب العالمين خبرة جدا وتيجي تدرس كوزمو كمان يا ربنا يديك الصحة دكتور عصام وعايزين قلولنا كده بسرعة رأيكم رأيكم كده في السيشن سريعا كده دكاترة بحب دايما في أي سيشن بنتكلم فيها عن حاجات علمية أو أي لقاءات ان احنا نعرف الناس استفادت ولا لأ ومعلش سامحنا بقى على التأثير صعب انه يدي كل حاجة كده في محاضرة واحدة أو في حاجة واحدة لكن يعني أتمنى يعني نكون قدرنا وصلنا يعني معلومة ولو مفيدة ولو معلومة واحدة ونستفدتوا معنا ولو حتى في حاجة واحدة بس يعني ربنا يبارك فيكم طيب أنا متشكرة جدا جدا دكتور عصام حكساباني آه سامح حضرتك طيب ان شاء الله ربنا يأثر بإذن الله ما يكونش آخر لنا مع حضرتك ان شاء الله من خلال يا رب ان شاء الله بإذن الله يعني يبقى فيه تعاون تاني بإذن الله مع حضرتك ان شاء الله يعني جزاك الله كل خير وأنا مبسوطة جدا جدا بالستشن دي وأنا بشكرك والله جدا يعني حالك ما بتخليش حاجة يكون عايز تقولها يعني وده واضح جدا يعني فربنا يعني يعطيك الصحة ان شاء الله ويبارك في علمك ويزيدك بإذن الله الله يخليك يا دكتور وأنا بشكرك بشكرك جدا جدا على وجودك معي من خلال أنا اللي بشكر حضرتك جدا وبشكر كل الزملاء اللي حضروا ودايما يا رب نشوفكم متفوقين ونجحين شوفكم دايما في أحسن حال يا رب ان شاء الله اللهم أمين يا رب شكرا جدا دكتور عصام شكرا جدا يا دكترة وإن شاء الله لستشن دايما اتفقنا اللقاء هينزل على القناة بإذن الله في خلال أسبوع بإذن الله من دلوقتي بس هيدخل بس في محالة الأيدت بإذن الله ويترفع على القناة إن شاء الله يكون جاهز تسمعوا تاني وتالت براحتكم وتعرفوا زمانكم بي إن شاء الله وطبعا أنتوا عندكم مجالات كتير جدا موجودة على القناة إحنا دقليلما ده المجال رقم اتنين وعشرين نتكلم فيها دكتور عصام على القناة فأشوف حضرتك يعاني ولسه معنا مجالات كتير جدا كمان ولسه معنا دول أجنبية ودول عربية بنتكلم فيها بالنسبة للسياد الله يعملوا إيه بالزد خطوات واضحة وصريحة أتمنى أن الكلام ده كله يكون بيفيد أكبر عدد من إن شاء الله وشكرا يا دكترة ونشوفكم دايما على ألف خير إن شاء الله